موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسعد الله وصباحكم مشاهدين وأهلا بكم في عدد جديد من برنامجي هذا الصباح الذي يأتيكم مباشرة على إخبارية تلفزيون الجزائري وعلى مدار ثلاث ساعات ابتداء من الآن سنناقش عدة مواضيع وملفات بداية بملف الأمن وسلام المرورية وسنناقش في موضوع اليوم أهمية التحلي بالثقافة المرورية ودورها وأهميتها في الحد من حوادث المرور إلى الملف الصحي وموضوعنا اليوم أيضا حول الأمراض الأكثر انتشارا في فصل الشتاء الأمراض المعادية أيضا وكيفية حمايتنا لتفادي أيضا المرض وحتى العدوى إلى الملف الفلاح وسنناقش إذن واقع وأثاق تربية الإبل في الجزائر في إطار الطابعة السادسة عشر للأيام الدولية لعلوم البيطرة حول كيفية الحفاظ على الإبل إلى ملف الصيد البحري وتربية المائية والعين اليوم من ولاية تيليمسان ولمشروع الاستراتيجي حول تربية تسمين الطون الحمراء أيضا وكذا أهمية الاستثمار في مصارع تسمين الطون إلى ملف الثقافة والفنون وسنناقش في عدد اليوم اليوم العالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وهذا من خلال الالتزامات الدولي للجزائر في مجال حفظ وحماية التراث الثقافي إلى ملف البيئة وحماية الغابات وإعادة تأهيل الغابات وكذا برنامج السد الأخضر بأبعاده الاقتصادية وكذا البيئية الصباح الرياضي حاضرون معنا ومحطاتنا الإخبارية حاضرة على رأسي كل ساعة قبل مناقشة كل هذه الملفات والمواضيع ورقة لأحوال تقس مع الزميل كريم رزوك ثم لنعودها موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل تحية صباحية مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذا اللقاء الأجواء ستميل للصفاق إلى النهار تقريبا على كافة المناطق الشمالية ولكن بعد تلاشي الضباب على الوجهة السحلية الشرقية ننتظر بحول الله حبيبات الرمال تبقى عالقة تقس تقيل سيخص الوجه الوسطى وكذلك الغربي على السواحل وحتى على إيضاب وذمن طيارات غربية جنوبية غربية على الجنوب الغربي كذلك منطقة الصورة وحتى على شمال الصحراء ننتظر خلال أمسية سحب رعدية اهتمال لبعض الأمطار المتفرقة تحت وقر عود على كل هذه المناطق الزوابة عملية نشيطة على ولاية جانت سجلنا خلال هذه الصباحة 9 درجات على الجلفة سطيف واباتنا مقاييس ما بين 12 18 درجة على طول الشريط الساحلي 18 درجة على تندوفو بن عباس 17 درجة على أدرار كذلك تيميمون حتى على إنسالح 16 درجة على أقصى الجنوب خلال الظاهرة درجات الحال القسوى ستفوق المعدل الشهرية على كافة المناطق الشمالية ننتظر 21 درجة على غيديزة نشلف مع أسكر 26 درجة على العاصمة نفس المقياس على ولاية غردايا كذلك تم نرسل حتى على جانت من 20 درجة على بسكرة حتى على حسيم سعود وارق إليزي نفس المقياس على تندوفو بن عباس مقاييس ما بين 21 إلى 33 درجة من أقصى الجنوب نحو الصحراء الوسطى البحر خلال نهار اليوم سيبقى قليل إتراب على كافة السواحل ليتحول إلى مطاربة واخر النهار على السواحل الشرقية رياح ستشتد تصل غير 50 كم في الساعة غرب الشمس لنهار اليوم سيكون بحول الله في تمام الخامسة وسبعة ولاثين دقيقة أشكركم على المتابعة والسلام عليكم موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل بداية مشاهدنا بملف الأمن وإذن السلام المرورية وموضوعنا اليوم أهمية التحلي بالثقافة المرورية وأيضا أهميتها في الحد من حوادث المرور ويلتحق بنا الزميل عبدالجليل عباس مباشرة من قيادة الدارك الوطني بأشرق سبح نور عبدالجليل سبح نور أيضا لضيفك الكريم نعم سنرجع الاتصال بزميل عبدالجليل عباس إذن إلى ملف آخر مشاهدنا إلى الملف الصحي وموضوعنا اليوم كما ذكرنا حول الأمراض إذن الأكثر انتشارا خلال فصل الصيف إذن نتحدث عن الأمراض المعدية وكيفية أيضا تفادي العد وحتى أيضا كيفية تفادي المرض الحديث أكثر وللاستفادة في الموضوع سعده بسدافة الدكتور لخدر أمقران طبيب منسق في القطاع الصحي بالقصبة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية باب الواد سبح نور دكتور وشكرا لتلبية الدعوة شكرا على الدعوة وصبح نور للجمهور الكريم لتبع حصة هذا الصباح مرحبا بك دكتور إذن بداية الحديث حول بسم الله يعني أنا في فصل فصل الشتاء وأيضا معظم ولاية الوطن تشهد انخفات كبير في درجات الحرارة تقلبات أيضا تقلبات الجوية تعيشها أيضا مختلف ولاية الوطن يعني كيف نعرف أو ما هي الأمراض الأكثر شيوعا خلال هذا الفصل فصل الشتاء هو حقيقة يعني ككل سنة يعني في هذا الأشهر بين أكتوبر وشهر مارس بين الخريف والشتاء تكثر فيها أمراض لنسميها أمراض فصل الشتاء لمعدية وغير معدية ويعني في أغلب الأحيان يعني في بلدنا على الأقل في الجزائر هناك نوعين يعني من الأمراض يعني المعدية هي الأمراض التنفسية في أغلب الأحيان لسببها فيروسات وأمراض كذلك انتعى الجهاز المعدة والأمع يعني الاتهابات في هذه الأجهزة الأسباب هو أنه هو أسباب يعني 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 البيئة هو إنخفاض درجة الحرارة أسباب مناخية أسباب يعني هو يعني فيها مناعة نقصة عند الإنسان عند الأفرار لأنه النهار يبدأ قصير واللي طويل الناس لا تركوا تشملح فيه كذلك يعني الميزاج نتعى الإنسان في هذا يعني في هذا الفصول ينقص فيه التروب ديما فيه إضطرابات في الميزاج الإنسان ما دام فيه تغيرات لتصرع في المعيش اليوم ينتعوا واللي تخلي الفيروسات يعني تقيسوا بسهولة يعني في أغلب الأحيان نعم نحن يعني في الجزاء كما قلت الأمراض الشتوية المعدية الأكثر شيوعا يعني هي إنفلوينزا الموسمية نعم فنرجع ونفسي الدكتور حول الأمراض الأكثر شيوعا خلال هذا الفصل كنا مشاهدنا نربط الاتصال مع الزميل عبدالجليل عباس الذي يلتحق بنا مباشرة من قيادة الدارك الوطني بشلق والحديث حول موضوع أهمية التحلي بالثقافة المرورية وأهميتها ودورها في الحد من حوادث المرور صباح نور أيضا لضيفك الكريم صباح الخير لم يتحي لك لضيفك لجميع مشاهدين ومتابعي قنوات التلفزيون الجزائري كما تفضلت متواجدون بمقر قيادة الدرك الوطني لنرصد لكم حالة شبكة الطرقات أو مستجدات حالة شبكة الطرقات العابرة لإقليم اختصاص الدرك الوطني لصبيحتي اليوم سنتحدث أيضا عن حصيلة حوادث المرور المسجلة خلال 48 ساعة الماضية إضافة إلى مجموعة من النصائح والإرشادات لسائقي المركبات ضمان لسلامتهم خصوصا خلال فترة التقلبات الجوية وسنسلط الضوء أيضا على الجهود الكبيرة لقيادة ووحدات وعناصر الدرك الوطني في توعية المواطنين بأهمية اتباع قواعد السياقة السليمة واحترام قوانين المرور وترسيخ ثقافة مرورية سليمة من أجل ضمان أرواحهم أو من أجل ضمان سلامة أرواحهم وممتلكاتهم من إرهاب الطرقات الذي لا يزال يحصد وللأسف أرواح العديد من الأبرياء ويخلف خسائر معتبرة في الممتلكات أيضا للتفصيل أكثر في هذه المحاور أتشرف بحضور المقدم ضيف أبو لحيام قسم أمن الطرقات بقيادات الدرك الوطني صباح الخير سيدي مرحبا بك معنا صباح الخير كريم مرحبا بكم في المركز الإعلام لقياد الدرك الوطني وصباح الخير للأخت المياه ولجميع المشاهد الكرام إذن شكرا جزيلا لك سيدي الكريم إذن بداية نتحدث عن مسجدات حالة شبكة الطرقات العابرة لإقليم اختصاص الدرك الوطني لبداية هذا الأسبوع لصبيحة اليوم أيضا اليوم يوم مشمس يوم مشرق لحالة طرقات كل الطرقات المفتوحة للسير ما عدا بعد الطرقات المحاور التي تعرف كتفة مرورية خصوصا وقت الدرواء على غيران مداخل ومخارج العاصب والمدن الكبرى كل المحاور مكاش حتى مقطع غير مفتوح للسير كل المحاور طرق مفتوحة للسير الحمد لله إذن التحدث أيضا ممكن عن حصيلة حوادث المرور المسجلة خلال الأونة الأخيرة وتحديدا خلال الثماني وأربعين ساعة الماضية كيف كانت الحصيلة خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه الماضيات تم السجل وللأسف ثلاثة واربعين حادث مرور خلفت حصيلة نوعا ما تقيلة أصفرت عن وفاة خمسطاشن شخص وجرح سبعين شخص آخرين هذه الحصيلة التقيلة تعود إلى عدم احترام قانون المرور من طرف مستعملية خصوصا في أتأى السواق تعود الأسباب دائما إلى الإفراط في السرعة والقيام بالمناورات الخطيرة لهذه السببين اللي أدعين دائما إلى ارتفاع في عدد الحوادث كذلك إلى تورط المركبات نقل المسافرين والبضائع لطبيعة هذه المركبات ما يؤدي إلى ارتفاع مؤشر خطورة هذه الحوادث ويؤدي إلى ارتفاع في عدد الوفيات وفي عدد الجرح لو نتحدث أيضا عن الجهود الكبيرة لجهاز قيادة الدرك الوطني وعناصر وحدات الدرك الوطني في حماية المواطنين من خطر حوادث المرور خصوصا عند التقلبات الجوية ممكن مجموعة من النصائح والإرشادات لسائقي المركبات بمختلف أنواعها من أجل حمايتهم وعائلاتهم وضمان سلامة ممتلكاتهم من حوادث المرور في عدد درك الوطني وكل مناسبة على غرار فترة التقلبات الجوية وضعت مخطط خاص لتوجد ونشر الأفراد على محاور الطرقات الغرض منه هو تأمين مستعمل الطريق والحفاظ على أرواحهم وضمان تنقل آمن لهم المخطط العمل يكون على الشقين الشق الردعي والشق التحسيسي الشق الردعي هو السرمة في تطبيق المرور وردع خصوصا المخالفات التي تؤدي إلى حاول المرور على غرار الإفراد في السرعة والمناورات الخطيرة السياقة مع التحدث بالهاتف الأعمال التحسيسية فهي التواجد الميداني وضمان لتوفير الأمن لمستعمل الطريق وكذلك التذكر بمخاطر السياقة في مثل هذه الظروف للعلم أن السياقة في الظروف المتقلبة تختلف كثيرا عفوا تختلف كثيرا على السياقة في الظروف الجيدة على غرار الضباب وعدم التساق المركبات بالطريق خصوصا وضرورة ننصف مستعمل الطريق على ضرورة ترك مسافة الأمان ما بين المركبات وعدم الإفراد بسرعة هذه الميزة التي تؤدي إلى حاول المرور الكثير في الدل التقلبات الجوية ممكن هذا خلال التقلبات الجوية لكن تحدث دائما عن الجهود الكبيرة لجهازي وقيادتي وعناصر وحدات الدرك الوطني في حماية المواطنين كما تفضلت عن شقين الشق المتعلق ممكن بالإجراءات الردعية والشق أيضا مهم جدا متعلق أيضا بالحملات التوعوية والتحصيسية الهدفة دائما إلى رفع وعي المواطنين زيادة حسين بالمسؤولية لاتباع قواعد السياق السليمة لاحترام قوانين المرور الابتعاد عن المناورات الخاطئة أو الخطيرة الابتعاد عن السلوكية السلبية وغيرها من السلوكيات التي تفاقم في حوادث المرور عن حافلات نقل المسافرين وعن حافلات نقل البضائع أيضا فعلا تورط مركبات نقل المسافرين ونقل البضائع في حوادث المرور يؤدي إلى ارتفاع مؤشر خطورة هذه الحوادث نتيجة لطبيعة هذه المركبات فمركبات نقل المسافرين تحتوي عدد كبير من الركاب فلو تورطت في حادث المرور ستكون الحاصيل عدد كبير من الجرحة أو لا يقدر له في الوفيات أما مركبات نقل الوزن التقيل فهو الحجم تها مع الحمولة تها لو تورطت هذه المركبة أيضا في حوالة المرور ستؤدي إلى حوادث وخيمة على غرار الحادث التسلسلي لأمس ما بين وليات البرج بوريرج ووليات السطيف أدى إلى استدام تسلسلي ل13 مركبة أدى إلى عدد كبير من الجرحة هذا يعود إلى طبيعة المركبات الوزن التقيل الحمولة زائد السرعة زائد الحجم تها يؤدي إلى كوارث وخيمة دائما بالحديث ممكن عن الجهود الكبيرة المبدولة للحد من حوادث المرور هذه الجهود تتطلب تكاتف جهود الجميع خصوصا المواطنين رأينا في الآوناء الأخيرة تنامي ظاهرة صحية ظاهرة إيجابية هي ثقافة التبليغ عند المواطنين والتي تزامن معها أيضا التدخل السريع والفوري والآن للمصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة كيف تقيمون تنامي ظاهرة التبليغ وكيف ستساهمي الأخرى في مساعدتكم أو في مرافقة جهود السلطات المختصة والسلطات المعنية في الحد من حوادث المرور دائما فعلا حجم لحلمي ظاهرة المؤخرة هي انتشار تقافة المرورية أو تقافة التبليغ لدى المواطنين وهي تدخل في إطار الدكاءة الاجتماعي للأفراد في هذا الإطار عالجت قيد درك الوطني عدد كبير من القضايا تم التبليغ عنها من طرف مستعملي الطريق عبر مواقع تواصل الاجتماعي صفحة فيسبوك الخاصة بالدرك الوطني من خلال تصوير وحتى إرسال فيديوهات لعدد من المناورات الخطيرة تم توقيف الفاعلين المرتكبين هذه المناورات أو هذه المحتويات الغير هادفة واتخال إجراءة القانونية ضدهم هذا يدخل دائما في إطار حماية مستعملي الطريق وضمان تنقو لهم هذا الإنسان اللي ما يكون موجود على حافلة ما يقولش أنا غير معني السائق ممكن يؤدي إلى مناورات خطيرة أنت هنا كراكب ممكن أنك تساهم في الخفض من حول المرور تساهم ممكن أن هذا الحادث ما يوقعش وتساهم في حماية عدد كبير من الأرواح من خلال التقافة التبليغ اللي لما تنتهي هادفتاك وتتصل بالرقم الأخضر 10 55 الخاص بالدرك الوطني وتتصل بصفحة الفيسبوك للدرك الوطني لا تقدم معلومة مفيدة تنقذ بها الأرواح وتدخل هذه الثقافة المرورية لدائما العمل عليها سلامتها وتلقوا المستعمل للطريق إذن كما تفضلت سيدي الكريم نتحدث عن ثقافة التبليغ التي هي أصلا جزء من الثقافة المرورية نتحدث ممكن عن هذه النقطة المهمة بالتحديد ما هي جهودكم في ترسيخ ثقافة مرورية سليمة عند المواطنين وخصوصا عند النشر أين عند الدخول المدرسي أول درس كان يتعلق بالتربية المرورية هذه الاستراتيجية الجديدة والتوجه الجديد في ترسيخ ثقافة مرورية منذ الصغر عند المواطنين كيف ستساهمي الأخرى في الحد من حوادث المرور وتكوين جيل يحترم قوانين المرور ويعمل دائما على الابتعاد عن مختلفات المناورات والخطيرة والسلبية والتي تؤدي دائما إلى تفاقم حوادث المرور فعلا ظاهرة حوادث المرور هي ظاهرة متشعبة جدا متشعبة من حيث الأسباب متشعبة من حيث المظاهر قيدر كمواطني تعمل على تعدد مظاهر العمل ومتعدد الأعمال الوقائية على غرار زرع التقافة المرورية على غرار الأعمال التحسيسية والموجهة لفائدة كل مستعملية الطريق الغرض من هو زرع التقافة المرورية من بداية من المستويات الدراسية مختلف شرائح المجتمع كما نشير إلى الأعمال التوعوية المستمرة داخل المدارس أغرض منه لأنه هذا تلميليون هو سائق الغد زرع التقافة المرورية زرع كيف يتنقل بالدراجة كيف يقطع الطريق كيف يكون الوضع تاو في المركبة لأنه تهيئة ليه لما يكون سائق سائق من ضبط إن شاء الله مطلع على قواعد المرور ومتقيد بقواعد السياقة السليمة وهذا مبتغانة للوصول إلى مجتمع متقف تقافة المرورية دائما للحفاظ وعلى سلامة مستعملين الطريق دائما ممكن بالحديث عن حوادث المرور نتحدث أيضا التي تتطلب تكاتب جهود الجميع نتحدث أيضا ممكن عن أهمية التنسيق بينكم بين مختلف الفاعلين من مختلف مصالح الأمن نتحدث أيضا ممكن عن جهاز الحماية المدنية وأيضا عن منظمات المجتمع المدني والهدف دائما هو رفع وعي المواطنين وزيادة حسهم بالمسؤولية والهدف النهائي وضمان سلامتهم وعائلتهم وضمان سلامة ممتلكاتهم أيضا ظهرة حوادث المرور ظهرة متشعبة لكل معني للحد من حوادث المرور قدر كمواطنين تعمل بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في مجال السلامة المرورية على غرار الأمن الوطني حمال مدنية المجتمع المدني والمندوبية الوطنية الأمن في الطرق أفضل دليل أنه غير البارح كنا مشاركين في تظاهرة تحسيسيا لمنظمة المنظوبية الوطنية الأمن في الطرق حول اليوم العالمي لذا حيث المرور المنظم بالمركز التجاري بأرديس هذا يدل على أنه لازم درورة تكاتف ودرورة التوحيد الجهود وتوحيد طريقة العمل الغرض منه دائما هو الوصول إلى مستوى عالي من السلامة المرورية حماية المستعمل للطريق الدرق الوطني يعمل أعمال التوعبية تحسيسية من المستمع من المدرساء في المساجد يعمل كذلك على مختلف الأطوار التعليمية كما أنه الدرق الوطني مشارك في وضع المنهاج التربوي الذي تم خلاله إدراج تربية المرورية ضمن المنهاج التربوي الغرض منه هو وضع دروس تتماشى مع الأطوار التعليمية لزرع التقافة المرورية للمستمدرسين مختلف الأطوار التعليمية دائما بالحديث ممكن عن فعاليات إحياء اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق أو لضحايا حوادث المرور والذي صادف هذا العام السابع عشر اليوم هو اليوم العالمي لضحايا حوادث المرور وحوادث الطرق من الطرق نتحدث ممكن عن الرسائل أو نتحدث أيضا عن الأهداف المتوخات من إقرار هذا اليوم ما هي الآليات أيضا المعتمدة من أجل تحقيق هذه الأهداف وذاتي التعلق دائما بحماية المواطنين وزرع الثقافة المرورية والعمل دائما على زيادة وعيه محسين بالمسؤولية الأهدف المتوخات هنا هي زرع الثقافة المرورية لحصول على سائق واعي على مواطن واعي من المخاطر المترتبة عن حوادث المرور كذلك داروا التذكير بالمخاطر التي تترتب عن عدم احترام قانون المرور كذلك كما أشرت لازم المواطن يكون ينصاع إلى الأوام إلى القانون المرور ويتوخ بقواعد السياقة السليمة الغرض منه دائما كما أشرت دائما هو حماية لمستعملية الطريق الدرك الوطني يعمل مع مختلف الفاعلين مختلف الجهات الأمنية المجتمع المدني حتى المدارس دائما هو الغاية منه دائما نشر تقافة المرورية المقدم ضيف بولحي قسم أمن طرقات بقيادة الدرك الوطني كل الشكر لكم على كل هذه المجهودات التي تقومون بها حماية للمواطنين وضمانا لسلامة ممتلكاتهم مشاهدين الأفاضل إذن كنا معكم مباشرة من مقر قيادة الدرك الوطني أين رصدنا لكم حالة شبكة الطرقات العابرة لإقليم اختصاص الدرك الوطني لصبيحة اليوم تحدثنا أيضا عن حصيلة حوادث المرور المسجلة خلال 48 ساعة الماضية إضافة إلى مجموعة من النصائح والإرشادات لمستعملي الطريق لحمايتهم وعائلتهم وضمان سلامة ممتلكاتهم خصوصا خلال فترة التقلبات الجوية وركزنا أيضا وصلتنا الحديث الوطني في توعية المواطنين بأهمية اتباع قواعد السياقة السليمة باحترام قوانين المرور بالعمل دائما بالتنسيق مع مختلف الفاعلين والشركاء لترسيخ ثقافة مرورية سليمة تؤدي دائما إلى الحد من حوادث المرور وإرهاب الطرقات وحماية المواطنين وعائلتهم وضمان سلامة ممتلكاتهم العودة إليك لاميا شكرا لك عبدالجليل عباس على هذه المداخلة وشكرا أيضا لضيفك وعودة إلى موضوعنا حول الأمراض الأكثر انتشارا في فصل الشتاء كيف يمكن تفادي هذه الأمراض كيف يمكن أيضا تفادي العدوى أذكر وضيفي الدكتور لخدر مقرنة بمنسق بالقطاع الصحي بالقصبة تابع للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بباب الوادي إذن دكتور كنا نتحدث عن أنواع الأمراض الشتوية إن صح التعبير أغلبية كما قلت كان أمراض تنفسية كان أمراض وحده غير يعني روماتيزم كان جفاف الجلد كان جفاف العيون حتى الحساسية دكتور الحساسية أيضا الحساسية ندخلها في الأمراض التنفسية بصفة عامة الالتهابات الرئاوية المزمنة فيها أمراض عديدة كما قلت الالتهابات المعدة والأمعاء الأغلبية منها تتدوا بطريقة سهلة الأمراض الشتوية التي نتخوف منها كل عام والتي تكتر فيها الفحوصات يكون فيها تكتر فيها يعني يكتر فيها المرضى هي الأمراض المعدية عن طريق البيروسات أو عن طريق البكتيريات صحيح طيب دكتور من هي ربما الفئة الأكثر عرضة لهذه الأمراض؟ أغلبيتها هم المسنين لفوق 65 سنة الأطفال الصغار الرضع يعني النساء الحوامل على سبيل المثال يعني الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمينة كالسكاري كضغط الدم كأمراض يعني الأوعية يعني العزم يعني اللي عندهم الرب أو اللي عندهم نقص في المناعة كالسيدة يعني كل هذه الأمراض هي تكون تخلي أن المناعة نتعى الإنسان منخفضة ويكون فيه سبب في يعني أن الفيروس يقدر يعني يقيس هذه المرضى يعني بسهولة ويقدر يعني أثر عليهم ويدي لهم مضاعفات خطيرة في بعض الأحيان نعم نعم طيب دكتور قبل أن نفصل حول هذه الفئة وكيف يمكن أن تتفادى المرض وحتى أيضا العدوان نتحدث عن ربما الوقاية طرق الوقاية من هذه الأمراض الشتوية بداية دكتور نتحدث على أهمية التغذية السليمة والتغذية المتوازنة الحمضيات خلال هذا الفصل أيضا ودورها في أربما الوقاية وحمايتنا من المرض والعدوى أيضا شكرا على السؤال لأنه في فصل الشتاء تكتر تغييرات في البيئة ونحن نتعود أنه الإنسان الفرض يقعد في مكان مغلق مدة طويلة ويغير حتى فنمط المعيشة نتعود في الليبس نتعود ونحن هنا نقول حتى باش يكون فيه كويقاية باش يعني من الأمراض المعدية على الأقل اللي يتقيس بخطورة للإنسان ننتفادوها هو أنه هذه التغذية الصحية لازم الإنسان يعني يدير كل ما فيه سواء أنه يشرب السوائل السوائل كما نقول السوائل هي كما لتزغان وهذه أمور اللي فيهم الفيتامينات الحمضيات كما قلت فيهم فيتامين سي وفيهم فيتامينات أخرى حتى لما نقول البروتينات كما الأسماك اللي فيها روميغاتر هذا اللي يقوي من مناعة الإنسان حتى نقول على سبيل مثال فيه فيتامينات لتقوي المناعة فيه البروكوري كان أنواع لزغرم دمانيارجنير يعني هذا في أغلب الأحيان يعاون ويساعد الجسم على أن يقاوم كل الأمراض المعدية وأمراض الفيروسية يعني الفواكه الموسمية المتاحة الخضر الموسمية أيضا المتاحة حسب ما قدرته لكن المعموب أو لا يعني الأكثر هو أن يكون عنده تغذية صحية متوازنة لكل إنسان يقدر يحمي نفسه من الأمراض هذه المعدية فيها نقول تاني إنسان يعطي القسط من الراحة لازم الجسم حتى تاني يقوم من من عدعه كذلك الإنسان يتفادى التداوي التطبيب الذاتي سنرجع ونفصل هذه النقطة المهمة جدا حول التداوي بنوعي لكن نتحدث أيضا على كيفية الوقاية من هذه الأمراض الشطوية بداية الحملات حملات التلقيح ضد أنواع الأنفلوينز ومن هي الفئة الأكثر لازم تتلقى خاصة أصحاب كما دائما نذكر الأمراض المزمنة لربما يعني من نقص في المناعة فيه مرسوم وزاري ككل سنة نحن بدنا الحمل التلقيح منذ 15 أكتوبر يعني المئات لننقوش الآلب حتى في المصحة التي نتشرف تسيرها وفي القطاع الصحي القصبة المئات منتع الناس يجيوا لأن التلقيح مجاني والتلقيح موجه للفئات يعني المعوز والفئات الهشة يعني وكذلك لديهم أمراض مزمينة يعني الأشخاص المسنين الرضا كما قلت النساء الحوامل كل الناس يعني قادرين يعني يديروا التلقيح خاصة هذه الفئات هذين يموانفين يلقحوا لازم يعودوا التلقيح متاعهم على الأقل مرة في السنة لأن الناس لازم تعرف أن التلقيح هذا يفيد الإنسان خاصة كما هل العام عند يعني التلقيح فيها أربع سلالات سلالات فيروسية يعني لأكثر وجود أكثر انتشار خلال هذا أكثر انتشار في البيئة يعني وتقدر يعني هذا التلقيح يسمح أنه يمنع من وجود خاصة مضاعفات أمراض هذه بين 60 و90 في المئة يعني نتيجة بالنسبة لنا نتيجة للتوضيح فقط دكتور يعني التلقيح هو لا يمنع الإصابة أيضا للتوضيح فقط دكتور نعم التلقيح هل يمنع الإصابة ربما التفادة ربما التعقيدات والإفترابات باش ننفهم يعني التلقيح التلقيح يبدأ الآثار تهو بين أسبوعين ثلث أسابيع يعني باش يبدأ يعمل إذا كنت مريض أو كان إنسان مريض هذه المدة ما يجب يتلقع إذا كان مريض كان عنده يعني نقوله زوكام أو كان عنده حمى أفلوانزا الموسمية في المدة هذه مش رح تمنعوها أنه يعني يحكموا هذا الإنفولوانزا لكن التلقيح مفيد أنه كل المضاعفات الخطيرة التي تقدر تكون نتيجتها هذا الإنفولوانزا الموسمية مش رح تصيبوه مش رح تأثر عليه إذا هذا هو الإفادة يعني الكبيرة أنتع التلقيح و باش نعرف الناس تانية تعرف اللي لازم التلقيح هذا باش نحضر على الوقاية التلقيح يقدر يمنع كل يعني 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 يحمينا نحن يحمينا حماية ستة أشهر هذه المدة هذه فصل الشتاء الخريف والشتاء من أكتوبر حتى شهر مارس والحملة متواصلة لازلت متواصلة شهر مارس ما نقول خلاص جهشتاء نديرها حتى شهر مارس ونضم باللي الوسيلة الوحيدة باش نتفاد كل الخطورات اللي نشاهد هو التلقيح الوقاية الذاتية كما يقول الأمور للإنسان يديرها في نفسه باش يتفاد هذه الأمراض لكن التلقيح والتلقيح هو أساس الوقاية فيما يخص هذا الأمر صحيح صحيح طيب التلقيح هو يعني الإنسان يأخذ التلقيح خطرة في السنة أو خطرته هو خطرة في السنة مرة في السنة لأنه لازم نعرف لأنه كل موسم يجد جديدة صحيح إذن نازم وكل موسم يكون فيه لقاح جديد يعني جرعة لقاح نحن في العاصمة أكثر من سبعين ألف جرعة التي يرى متواجدة بين المصاحات وبلما ننظر على التي يرى موجود في الصيدليات كل الناس قادرت تدير تلقيحتها إذن كل عام فيه لقاح جديد كما قلت وحتى المناعة تأكل حتى هذا التلقيح 6 شهور الإفادة تعهد في هذه المدة يعاون الإنسان ويحمي الإنسان في هذه المدة ونظر ما دام نحن رأنا فيه فصل بين خريف والشتاء وفيه أمطار وفيه تغييرات جوية والطيرابات جوية ونظر الناس بدأت تكون عندها ثقافة التلقيح لأنه فيها خاصة ما عشناه مع جائحة كوفيد كانت تجربة كافية ناس تعرف لازم تعرف الإنفلونزا الموسمية تقدر تقتل لازم تعرف أنه في العالم أجمع فيه ما يقارب مليار كل عام مليار شخص يتقاس بالإنفلونزا الموسمية يعني بيناتهم بين ثلاث ملايين وخمس ملايين من أشخاص اللي يكون عندهم أعراض يعني يعني لحقوا الخطورة وبيناتهم وفايات بين 250 ألف حتى 600 ألف وفايات في كل سنة جراء هذا الإنفلونزا الموسمية الناس لا تسبع بها لأنها لا تكون في حالة وبائية كما عشناها معك بـ 19 لكن نظن أن الخطورة تبان في هذه الأحصائيات وعلى هذا لازم إنسان يعمل كل شي باش يتفدها وخاصة كما قلت الحاجة الأساسية لعند الإنسان باش يحمر كما قلو في في الشتاء مشاكل الشوفاج كنا نهضر على التدفئة يعني هذا الإفراق التدفئة يعني المونوكسيد الكاربون في هذه التهوئة الناس ما زال مدام في فصل الشتاء كلنا في بيوتنا نغلق كل شي هو لازم يكون فيه تهوئة باش ما نخلي الفيروسات تتكاثر وتزيد داخل هذا المحيط الذي يقدر هو إليه يكون واحدة يعتبر محيط محفز لإنتشار الأصدقاء في العمل وفي الطرقات في المطرو في يعني 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 أماكن العمل فيه يعني 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 خطورة على الآخرين لما الإنسان ما يخش حذره و هذا هذا نحضر على العادات صحيح العادات الإيجابية نعم هذا عادات لإنسانهم لما يكون كوفيد كما الكمامة الكمامة ما هو شعب أن الإنسان يدير الكمامة لما يكون مريض بإنفلوينزا الموسمية وعلى لأنه راح يحمي نفسه وراح يحمي الآخرين لما لا يجب لا يجب يشوفوه كشغل أكستراتير كن ناس يحشم يدير الكمامة وهي أساس الوقاية باش أنا نديرها باش ما نحمل من عوامل الوقاية باش ما نطلع هذا الهولام تعلج الإدرو الألكوليك الماء الواقي يعني معاقم ليدين هذه لازم نستعملها هذه العادات لازم تكون عندنا كل يوم وهذا كنستعملوه حنا هو الأجدر هو الماء الغسل الإيادين لازم تكون عادة حيوية عند الإنسان كل يوم بالصابون وما يزم شوية لازم على الأقل دقيقة دقيقة ونصف كن نغسل ويدينا هذه لما نكون في أماكن عامل نمسل لبونين فيهم هذو يحمل الجراطم هذو لسوليد جنرال في المترو تمسي الناس إنسان مريض يسلم ووحد يسعل حتى العادة تأسال لما الإنسان يسعل لازم تعرف أنه يطلق جزئات بالآلاف وهذه الجزئات تحمل الفيروسات وهذه ترح على أمطار نقدر نعديك على أربع أمطار هذه الأمور إنسان إذا لا يدير لن يخذ الحذر التاع يقدر يكون هو سبب في مار المزمن يقدر يصرر خطور ومضاعفات خطيرة على صحة تاعه إذا هذه أغلب الأحيان الأمور التي نعيشها في فصل الشتاء فيما يخص الموسمية فيها زوكام نزلت برد وهناك أيضا دكتور الذي يخلط بين الحساسية ونزلت البرد والإنفلونز نزلت الناس الذين عندهم مهيئين الحساسية لكي الناس عندهم حساسية بسبب التغيرات المناخية والتغيرات المناخية وعندهم فطرة يمرضوا فيها وعندهم يدروا التست على بلهم بل عندهم الحساسية لكن الأغلبية لازم تعرف 10-100 الفوحصات الطبية التي تأتي للمصاحات هم من الموسمية والناس لا تفرق بينهم كان الناس بزاف يستعملوا التداوي الذاتي يعني كان طبيب روحي نصح ونعود في الكلام هذا في العملية التحسيسية والتوعاوية والإعلامية التي تقوموا بها كذلك نحن نقول باللي ما يجب إنسان ينصروح لأن المرض التي لا يبدو لا يبنش باللي خاطر يقدر يخاطر على نفسك وعلى الآخرين إذن إذا تروح الإنسان تسمحي لي كما يخص الفلوانزة الموسمية الأعراض إذا كان عندك الأعراض بدأك الصداع الحمى فوق 8-30 ونص العياء السعلة التهاب الحلق هذا أعراض لتقول باللي ممكن يكون عنده التهاب بإنفلوانزة الموسمية لا يجب لا يستنى أسبوع لأن مدة الحضانة عن الفيروس تخلي هذا الفيروس ينتشر بين العائلة بين أفراد في المجتمع إذن لازم تبدأ كما قلنا الوقاية تقدر تشرب سوائد تقدر تريح تقدر تشرب فيتامين لكن بعد يوم من ثلاث أيام لازم تستشف يجب استشارتها ولازم وهذا نظن بمشكل كبير اللي أنا نعيش لازم نتفادى واستعمال المضادات الحيوية صحيحة لأنها كارثة كارثة ليس في الجزائر كارثة عالمية لأن اليوم نغتنم هذا الفصار هناك أسبوع عالمي لمضادات المضادات المضادات الحيوية المضادات البكتيرية كان أسبوع عالمي وكان يوم وطني في الجزائر أحيانا الأسبوع الثالث نوفمبر بين 18 و24 نوفم فيها وعلاه لأنه شفنا اليوم باللي استغلاق مفرط لهذه الأدوية نعم لدير مشاكل كبيرة للصحة الإنسان لازم نستعرف لما نستعمل مضاد حيوي بدون استشارة الطبيب بدون استشارة طبيبية لازم نتعرف أنه في الجسم خلق الله عندنا فيروسات عندنا جراثيم عندنا طفايدية صحيح إيجابية وسلبية كان عندنا هذا بوزيتيف يعني كان نخلق فينا كان في الأمع في الجهاز والهضم لما نستعمل المضادات الحيوية بدون استشارة طبيبية سنقتلوا حتى هذه الجراثيم والفيروسات والطفاليات الإيجابية التي لديها عامل إيجابي داخل جسم الإنسان نديروا كارثة ومن الغدوة يلحق أنه هذه المضادات الحيوية يقولون ما ينفعه حتى أشي أنه إلحق وقت وين بعض الأمراض لا يمكن تداويها بالمضادات الحيوية لأنه هذا المضادات الحيوية أو لا عشناها في كوفيد كانت كارثة لأنه الناس كانت تخزن في الأدوية تخزن في أدوية والمضادات الحيوية هذا مشكل كبير وهذا المشكل نحن في كل فرصة التي تكون عندي مع الإعلام نعاود نقولها لأنه تضر بالصحة الإنسان تضر حتى بخزينة الدولة لأنه استعمال المفرط لهذه الأدوية لريها غالية وكان عندنا أدوية مضادات حيوية برمير جينارسان دوزيام جينارسان طروزيام رأينا أنه حتى بعض هذه الأدوية المضادات حيوية تقول لكي الماء يعني ما تفيد حتى إنسان لأنه استعملناها بدون استعمال مفرط نعم إذن يعني الباديه الحاجة السهلة اللي إنسان يجب أن يديرها في كل حالات مش برك في الأنفلونزا الموسمية هو أنه يروح استشارة الطبيب نعم نعم طيب تحدثنا عن ربما التناول العشوائي للمضادات الحيوية أيضا هناك أيضا تناول عشوائي أيضا للفيتامين دال أيضا دكتور خاصة خلال هذه الفترة دون استشارة الطبيب أيضا هذا هو نفس المشكلة نفس المشكلة لازم الناس تعرف أنه كل حاجة نأخذوها ونستعملوها بدون استشارة طبية وبدون أن نعلم ما هو الفائد هذا الدواء أو هذا الحاجة مثلا دكتور الفيتامينات يقول لك لماذا نأخذ فيتامين دال فيتامين سي أيضا كمكمل غذائي لكن الإفراط ربما في هذه الفيتامينات ربما عندها خطورة فيتامين دي سيكون لديك ننتوكسيكس ستجعل تسمم من هذا الفيتامين هذا فيتامين دي ولا فيتامين سي ولا أي فيتامين مانيزيوم ولا حاجة ليستعملوا هذه الناس بزاف هذه المرحلة لكن القطل البديهي أن الإنسان رأنا في عصر وين كل الظروف حتى السياسة الصحية في بلدنا هي وقائية وعندنا مصحات جوارية قريبة من المواطن وما عندك ويعني بدون ما هيش سيك غاتوي صحيح الإنسان صحة الإنسان غالية لازم الإنسان يستشير طبيعا وليستعمل الأدوية هذه ولا كما حتى تداوي بالأعشاب بدون أي علم خلطات عشبية خلطات عشبية نحن نقول لهم لأن نقل دول لنعطيه لكم هو ثاني جاء من أعشاب من أمر وعند أخرين من حيوانات لكن هنا فيه دراسات فيه تجارب علمية فيها عندنا سنوات وسنوات من تجربة على هذا الدول لكي نستعمله ونعرف لازم نستعمله في الوقت اللازم لازم نعرف الجرع اللازم الحق نوين حتى المضادة الحيوية تستعمل بطريقة مضحكة لكن الإنسان الدواء اللي استعملته العمل اللي يفات وعطاه لكي الطبيب فيما يخص مرض فيما يخص الإنفلونزا على سبيل المثال الموسمية ما يصلح هالعام لأنه هالعام هناك تجديد لازم يكون تشخيص جديد للمرض لا تنرش عند جاء تقول ولا تبدأ المضادة حيوية وعنده مدة وعنده لالضوز وعنده لالجوري باكسيون تاعه الإنسان يأخذه يوم التالي يقول يقول خلاص أنا بريد هو ما براش هو كما نقول لهم كما علاء الفيروس والباكتيريا رقدها بلق شوية يكون فيه حالة جديدة بلق هكذا رح يكون أكثر خطرة لأنه هذا الفيروس أو هذه الباكتيريا أي تكاثر داخل موقع هذا كوين قاسة الإنسان ويقول أكثر خطرة بالعامية تعرف المكان مليح يعني ما يأثر فيها حتى أنتيبيوتيك على هذا الأساس نقول الوصفة الطبية هي شخصية لأنه ميديكال هل نعطيها كل شخص خصوصيته نعم يا صديقتي ولا يا أخي ولا حاجة نعطي لك الوصفة قال الطبيب بعطالي العملي فات هالدواء وهكذا الدواء الشرب ستبرل لها هنا خطأ ويقدر يسبب إنسان شرب دواب لما يعرف ما هو والكارثة أنه يستطيع إصرح الدوافات لما يكون فيها تسمم يقيس الكبد أو يقيس الرئتين أو يقيس الكيلة هنا يقدر يكون فيه خطر على الإنسان نظن باللي جاء الوقت أن نستعد الريفلكش التي كانوا عندنا خاصة كما كوفيد لنحمي نفسنا ونحمي وغير نا ونكون إن شاء الله مواطنين عندهم ثقافة صحية لتقدر تجيب الإيجابي في المشتع طيب نتحدث على مشكل مهم وهو مشكل تفادي العدوى كيف يمكن تفادي العدوى خاصة لما الشخص ربما يكون مريض هذه حجبين لكن أحيانا ما نعرف أن هناك شخص مريض وبالتالي مثلا هدروا بداية بالأطفال لما يروحوا للروضة مثلا هناك طفل عنده مريض متعرض إلى نزلة برد أو أنفليوانز وبتري كل الأطفال على مستوى الرودة ربما نصائح للأولياء وحتى الفئات الأخرى كل أطفال أو غير أطفال حتى الكهور يعني الناس كل عمر لي يكونوا مراض أو يتفادوا المرض خاصة يعملوا في مساحة مغلقة مدرسة ثكانة حتى العمل يعني أماكن عمل الإنسان على الأقل في ما يجب يكون قد السوائل هو باش يقو المناعات يعني إنسان هذه لازم إنسان يتعلم كيف ياخدها بانتظام وبتوازن لازم يكون فيها راحة لازم يقول على الطفل راحة يعني يكون القد مليح وكلام مليح يكون جمع رام قوية يعني فيما يخص المناع التعو لما نروح لأماكن هذه المغلقة الإنسان يكون هو التغيير في الحرارة درجة الحرارة والتغيير حتى في النمط المعيش حتى في الألبس تعنا إحنا الدفوع إحنا الأطفال يغلبوا والديهم يعني اللبس لباس لمهوش كما في وقتنا هذا لا يحمي روح لازم لباس يقدر يحمي من كل نزلات البر من البر لأنه تغيير الحرارة مش ملي الإنسان لكن أيضا الشخص اللي يكون مريض ربما متعرض أو مريض عنده أنفلوانزا لا يمكن أن يذهب لتجمعات لما يكون فيه تشخيص لما ندعو الطفل تعني الطبيب يعطي لله المدرسة يجر على الأقل لا يذهب للمدرسة للرضا أو المكان العامل حتى للإنسان الكبير حتى الجامعة حتى ربما التلبيث نعم يعني ما كان العامل تعوين فيها الناس لا يجب يستعمل الكمامة لا يجب يستعمل الهولم على الكحول المائي لا يجب يتفاد يكون تباعد الجسادي لا يجب يتسلم إذا كان مريض الإنسان لا يجب أن يسلم على إنسان يقول أنه مريض لا يسلم عليه لا يجب يزعب تفادي التصافح نعم هذا في الحياة اليومية وهذا هي سبب التنقل الكبرى لأن الإنسان يحشم وما يهضش على المرض حاجة عادية إنفلونزا مانسرية مرك كل أمر لكن هو متنقل ومعادي لازم نخذ الإحتياطة اللازمة لن نعدي الناس الأخرين هذه الصفة عامة الأمور التي نحب أن نضروع لها في كل موسم فيما يخص هذا الأمر نعم إن شاء الله يكون موسم شتاء موسم آمن وما تكون حالات ذروة خاصة على مستوى المستشفيات بإذن الله شكرا جزيلا نعم تفضل الدكتور أهمية التلقيح وليس يجب أهمية تعوى وما زل الحملة رأي متواصلة وليس يجب أن نقول خلاصة الفترة ولا المدة لا والتلقيح يحمي من 60-90 فيما كما قلت من كل الأمراض ويزيد أنه يقوّل مناعة للإنسان يعني هذا أمر نظن باللي لازم نداء للمواطنين أنه ما زال يقدروا يروحوا للمصحات والجوارية ويديروا التلقيح حتى إن شاء الله ينجوزوا موسم بدون على الأقل بدون أمراض كثيرة فيما يخص الإفرونسا صحيح شكرا جزيلا لكم دكتور لخدر أمقران وذكرت بمنسق بالقطاع الصحي بالقصبة للمؤسسة العموية للصحة الجوارية بببلوة شكرا جزيلا على الحضور وعلى هذه النصائح شكرا جزيلا لكم شكرا إذن مشاهدين فاصل ثم لنا عودة شكرا شكرا موضوع آخر مشاهدين وفي إطار إعادة بعث مشروع السد الأخدر الذي يعاد الحصن البيئي للجزائر وأيضا وفق المقاربة الجديدة التي ترتكز على تنويع الغطاء النباتي في الغرس والتأكيد على البعض أيضا الاقتصادي والبيئي من خلال حملات التشجير للحديث وللاستفادة في الموضوع أسعد بصدافة سيدة سابرينا راشدي مديرة مكافحة التصحر والسد الأخدر بالمديرية العامة للغابات أهلا بك سيدتي وشكرا تلبية الدعوة شكرا على الاسترافة صباح والخير صباح النور شكرا جزيلا أيضا أسعد بصدافة سيد بلوت عاد الرئيس مكتب مكافحة الإنجير في المدير العامة للغابات سباح نور سيدي وشكرا تلبية الدعوة صباح الخير لك وصباح الخير لكل المشاهد شكرا على شكرا جزيلا لذن بداية الحديث نتحدث عن ربما برنامج التشجير سيد بلوت عاد الحولة خاصة المقاربة الجديدة 2024 حتى سنة 2025 مقاربة الجديدة حول التشجير والتنويع أيضا في التشجير من خلال بعضه الاقتصادي وأيضا البعض البيئي أيضا بطبيعة الحالة كل موسم بداية عملية التشجير تبدأ من نهاية شهر أكتوبر والانطلق الرسمي كان في يوم 25 أكتوبر المصادف ليوم الشجرة الوطني بإشراك مختلف الفاعلين الوزارات القطاعات الأخرى وكذلك المواطنين والجمعيات برنامج التشجير هو برنامج سنوي تبدأ مرحلة التحذير قبل مرحلة الغرس تبدأ بمرحلة تحذير الشتالات تنقية ربما اختيار الشتالات اللازمة نوعية الأشجار اختيار الأرضية اللازمة يعني توفير عملية كما نقول تحذير التربة وتحذير أيضا الأماكن عملية الغرس سنة 2024 يعني تم اختيار شعار مع اللي نحمي ونستعيد الأرضي الغابية الغابية الهدف الأول يعني هو يشرك كل الفاعلين على حد سواء يعني سواء غطاعة عمومية أو خاصة أو جمعيات أو مواطنين أو كلهم على حد سواء الهدف الثاني هو يعني صنفنا نستعيد الآراضي الغابية يعني حاولنا نوجه مختلف الفاعلين إلى الآراضي الغابية كأولوية أولى يعني معدد جين مساحة الخضراء اللي هي مع مختلف الغطاعات طيب شعار هذه السنة كما ذكرتم معنا لنحمي ونستعيد الأراضي الغابية نتحدث عن نقطة مهمة جدا في هذه الحلقة حلقة إعادة التشجير حلقة إعادة باثة السد الأخضر هو ربما تنقية أو تنقية واختيار أصناف الأشجار أيضا في مجال الغرس أيضا وتفادي ربما الغرس العشوائي نعم يعني هو الهدف الأول هو تعطير عملية الغرس من خلال إدماج وتقرب من مختلف المشاركين والفاعلين الهدف من هذا الشعار يعني هو كما قلت العام الماضي اخترنا الشعار يعني الشعار من أجل تحدي التغييرات المناخية اللي هو موضوع الساعة العام السنة هذه أيضا الشعار جاء بسبب التدهورات التي عرفتها غابة جزائرية خلال السنوات الأخيرة سواء عن طريق حرائق الغابات أو عن طريق يعني العامل للعوامل المناخية أو عن طريق أمراض الغابات أيضا أو الجانب الإنسان الجانب العامل الإنسان اللي هو العامل الأول في تدهور الغابات عملية اختيار الأصناف هي تكون حسب المنطقة وحسب الأولويات يعني عملية الأولى هي اختيار الأصناف الغابية في المناطق الغابية اختيار الأصناف الرعاوية في الهضاب وخصوصية المنطقة أيضا نعم خصوصية المنطقة ومتطلباتها بالنسبة للسهوب والهضاب العليا تكون هناك غير رعاوية من أجل إدماج الفلاحين والمربين من أجل حماية الأراضي الغابية وتوجههم للمناطق الرعاوية أيضا الأشجار المثمرة وذات المدخل ذات القيمة الاقتصادية مثل الخروب الزيتون هو في المرتبة الأولى الخروب الجوز مختلف هذه كما ستكون صحيح سيدة سابرينا راشدين هذا ما تم تطارق إليه في السد الأخضر من أجل توفير مدخل لساكنة المناطق الريفية والمجاورة للغابات نعم سيدة سابرينا راشدين نتحدث عن ربما إعادة أو حرص الدولة على إعادة بعض مشروع السد الأخضر بهدف الإسهام في مكافحة أيضا التسحر وتخفيف أيضا من أثار التغير في المناخ إذن كانت عدة حاملات تغرس الأشجار في عدة ولايات نذكر فقط أنه حتى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة توافق الجزائر في إعادة بعض السد الأخضر الذي يعتبر كما ذكرت هو مشروع بيئي وحصن أيضا للبيئة في الجزائر إذن يعتبر مشروع بيئي لمكافحة حتى زحف الرمال نحو الشمال الذي يمتد عبر 13 ولاية أيضا وعلى طول 1500 كيلومتر أيضا شكرا بالفعل جاء السد الأخضر ليكون حاجزا لمنع أو الحد من زحف الرمال كما ذكرت وإنما في نظرته الجديدة أو المقاربة الجديدة جاء في صيغة بيئية في البداية أو في السبعينات تم إنجازه في نظرة بيئية محظة وهي عبارة عن مكافحة التصحر ومجابهة زحف الرمال نحو الشمال إلا أنه كما ذكر زميلي تدهور الأظمة الطبيعية هو الذي يؤدي إلى التصحر ونتيجة هذا التصحر ينتج عليه الترمل والزوابع الغبارية وبالتالي السد الأخضر الذي يمتد على مساحة 4.7 مليون هكتار والذي يشمل 13 ويلية كما ذكرت عبر 183 بلدية و122 منطقة هذا يعني أنه يمتد من الشرق إلى الغرب الجزائري ويتربع على المحيط الأطلسي لماذا على المحيط الأطلسي وهو ذلك لمواكبة النظام البيوجيغرافي لهذه المنطقة التي ستسمح بإنجاح كل ما سيتم غرسه أو إعادة تأهيله لماذا؟ لأن السد الأخضر يتميز بوجوده أو تربعه على ثلاث أنظمة حيوية غابية بنسبة 18% فلاحية بنسبة 16% ومعظم مساحة السد الأخضر عبارة عن نطاق رعاوي سهبي وبالتالي عبارة عن نباتات سهبية محظة التي خاصيتها هو تخطية التربة وحمايتها من الزوابع الرملية والغبارية إذن من التصحر جيد نتحدث أيضا عن ربما دور سيد بلور نتحدث أيضا عن دور المؤسسات وأيضا الجمعيات الفاعلة في المجتمع من خلال عملية التشجير بإشراف بإشرافكم وأيضا بالتنسيق مع عدة ربما قطاعات أخرى طبيعة الحاني عليها بإشراف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ومن خلال مديرية العامة الغابة دائما كانت تسعى لإدراج المختلف في القطاعات الأخرى على غرارة الوزارات أو القطاعات الفاعلة الاقتصادية كان لنا تجارب حسنة على سبيل الذكر كانت تجربة مع سوناتراك في سنة 2017 2018 2019 وكانت أيضا تجارب مع مؤخرا تجارب حسنة مع مؤسسة موبيليس تم توزيع حوالي 780 ألف شجرة مثمرة للمواطنين وكان للمرأة الريفية نصيب من هذه الحصة من هذا البرنامج أيضا مؤسسة فاديركو أيضا تقربنا مؤخرا كين مشروع في المستقبل مشروع مع سوناتراك على المدى البعيد على المدى عشر سمت في إطار مكافحة التغيرات المناخية والتكيف ومكافحة التغيرات المناخية أيضا لاحظنا أن الجانب البيئي صارت هناك ثقافة بيئية بالنسبة للمواطن كما نشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي أو الجمعيات التي تنصف في صحيحة الفاعلة في مجال نعم الغرس وإعادة التشجير أيضا في الجانب البيئي يعني كخاصة وجانب التشجير عامة وجانب تشجير خاصة يعني أين كان يعني إدماج المواطنين يعني مبادرة حسنة كما نقول يعني هو كثقافة ثقافة بيئية يعني رائعة أيضا الجانب حاولنا يعني جانب مع الجمعيات يعني تأطير هذا العمل من أجل إدراج يعني اتفاقيات مع هذه الجمعيات من أجل عملية الغرس وأيضا من عمل مع صيانة هذه العملية التشجير بعد الغرس يعني في الفترات الصيفية من أجل إنجاح هذه المشروع يعني يكون مشروع ناجح نعم حتى شفنا أيضا إشراك الناشئة إشراك التلاميذ إشراك المدارس أيضا خلال هذه العملية عملية التشجير أيضا في الكثير من الولايات الولايات الثلاثة الثلاثة هذه أيضا وأهميتها أيضا في غرس وتعزيز الثقافة البيئية لدى الناشئة طبيعة الحال يعني نحن في الجانب يعني هذا الجانب عملية التشجير بالنسبة للمواطنين نعطي أهمية أولى لعملية التحسيس قبل عملية الردع يعني التحسيس هو اللي يعطي الثمار يعطي نتائج جيدة صحيح إحنا كما قلنا في سابقا يعني اخترنا شعاره ومعا لنحمي ونستعيد الأراضي الغابية لكن لا نهمل الجانب يعني مساحات الخضراء ومرافقة يعني مختلف المؤسسات سواء المدارس أو ثانويات أو في الجامعات أو المؤسسات يعني خاصة واقتصادية أو على مستوى المحلي هذه إدراج يعني تكون أحيانا ليس عاملية الغرس فقط يعني تكون حتى المتابعة أيضا حتى أيضا التوعية حيث المرافقة أيضا طبيعة الحال يعني هي غالبا ما تكون بمناسبة هذه الأيام الرمزية يعني يوم الوطني الشجرة يوم عيد الثورة يوم 1 ديسمبر ونالحديث بقية سيد بنوت عادل لكن مشاهدي نربط بكم الاتصال بزملائنا من قسم الأخبار وموجز لأهم الأنباء من تقديم زميلة نجوة عبدالعزيز سباح النور نجوة سباح الخير لميا أهلا بكم شاهدين الكرام ألقاكم في معايد إخباري بعد الفاصل أهلا بكم مجددا في المستهل صادق أمس أعضاء مجلسها الأمة بالإجماع على نصي قانون المالية لسنة 2015 المصادقة تمت خلال جلسة علنية ترأسها صالح جوجيل رئيس المجلس بحضور وزيد المالية العزيز فايد وأعضاء من الحكومة وعقب المصادقة على نصي القانون أكد رئيس مجلسها الأمة صالح جوجيل أن القانون يحافظ على الطابعي الاجتماعي للدولة ويضع التدابير التي تضمن النهوض الاقتصادي في ظل تقلبة السوق الدولية وذلك ضمن التزامات السيد الرئيس الجمهورية للحفاظ على ديناميكية التنمية المسجلة في السنوات الأخيرة وحقيقة القراءة على القانون نلمس فيه كل التزامات رئيس الجمهورية السابقة والمستقبلية وهذه الانطلاقة للمرحلة الثانية لإعطاء الجزائر المكانة لا من ناحية سياسية ولا من ناحية الاقتصادية أن تكون رائدة هذا المرحلة التي رأنا فيها مرحلة عندها كل مع لما نقرأ قانون المالية حاليا وكل الإجراءات التي تخذ والدولة الاجتماعية المحققة من خلال هذا واشدفن هذا هو الشعار من الشعب وإلى الشعب نراه من خلال الممارسة اليومية ومن خلال كل ما يصدر من قرارات في كل ميادين اقتصادية اجتماعية ثقافية هذا تخلينا لكم بحال فاخورين وعملا بأحكام الدستور لسيما المادة 292 و193 منه مباشرة بعد مصادقة مجلس الأمة أمس على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025 قام رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل باختار المحكمة الدستورية بخصوص تعرض التعديلات التي طالت بعد مواد القانون مع نص المادة 247 من الدستور كما قام الوزير الأول ندير العربوي باختار المحكمة الدستورية للنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة في مشروع قانون المالية بمجب الحركة الأخيرة في سلك الولاة والولاة المنتدبين التي أجرها رئيسها الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم الراد بمقر ولاية معسكر على مراسم تنصيب فؤاد عيسي واليا للولاية وبالمناسبة أكد إبراهيم الراد ضرورة العمل بتشاور مع مختلف الفعالين خدمة للنسق التنموي والتجند لتحقيق الأهداف المسطرة بخصوص التكفل بانشغالة المواطن وتحقيق التنمية الاقتصادية كما أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم الراد بعين تيموشنت على مراسم تنصيب مبروك والد عبدنبي واليا للولاية وذلك بحضور عيان الولاية وإطاراتها ومختلف الفعالين المحليين وبالمناسبة أكد مراد أن الولاية تزخر بمقاومات سياحية يتعين تثمينها واستغلالها بشكل أمثل دوليا وفي تطورات حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة ارتكب الاحتلال الصهيوني مجزرة جديدة في سوق مشروع بيت لاهية باستهدف منزل مكون من خمسة طوابق أسفرت عن استشهاد أزيد من خمسين شهيدا هذا فيما أحصت مصادر طبية سابقا ارتقاء اتنان وخمسون شهيدا في هجمات صهيونية على منازل المدنيين وخيمهم في أنحاء متفرقة معظمهم في وسط وشمالي القطاع ففي مخيم البريج بالمحافظة الوسطى ارتقى أحد عشر شهيدا خلال قصف جوي على منازل المواطنين كان آخرهم شهيدة سقطت فجر اليوم بينما استشهد أربعة أخرون جراء قصف الاحتلال لمنزل في محيط مدرسة غرب مخيمي النصيرات وفي شمال ارتكب الاحتلال مجزرة راح ضحيتها عشرة شهداء وعدد من المصابين في قصف طال مدرسة بمخيمي الشهداء وجنوبا ارتفع عدد الشهداء إلى أربعة إثر قصف جوي استهدف منطقة جيزان جنوب غربي خانيونس فيما ارتقى ثلاثة مدنيين في قصف استهدفهم بحي الجنين في رفح رياضة ولحساب الجولة السادسة والأخيرة من التصفيتها المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم يواجه اليوم المنتخب الوطني نظره الليبيري على أرضية ملعب حسين أيد حمد بيتزيوزو ابتداء من الساعة الخامسة مساء فحض موفق للمنتخب الوطني بهذا نأتي لختم هذا العرض الإخباري عود إليك لم يوبرنامج هذا الصبع شكرا لكم على كرمي المتابعة إلى اللقاء شكرا ذكي ناج وأهلا بكم مشاهدين في الساعة الثانية بن عمر البرنامج ولزل الحديث حول إعادة بعد مشروع السد الأخضر أذكر بضيفي إذن سيدة سابرينا رشدي مديرة مكافحة التسحر والسد الأخضر بالمديرية العامة للغابات وأيضا ضيفي سيد بلوت عادل رئيس مكتب مكافحة الإنجراف بالمديرية العامة للغابات إذن سيد بلوت كان الحديث عن كما ذكرنا السد الأخضر الذي يعد كحسن بالنسبة للجزائر نتحدث عن مجهودات الدولة في إعادة بعد هذا المشروع يعني مجهودات الدولة كانت هي سابقا وهي حاليا وفي المستقبل لإذن الله يعني مشروع السد الأخضر هو إرث هو مشروع يعني ورثناه عن الأجيال الماضية ونحن مديرية العامة الغابات من خلال وزارة الفلاحة التنمية تسعى إلى يعني يعني إعادة بحث هذا المشروع من أجل يعني يكون للأجيال القادمة القادمة نعم يعني بإذن الله هو مشروع يعني من يعني يعني كنا إلى الأجيال القادمة شاء الله طيب أيضا السيدة إذن راشدي نتحدث أيضا عن القيمة كما ذكرنا الاقتصادية للأشجار المثمرة أيضا حسب توصية رئيس الجمهوري سعود أيضا بالإجاب على سكان تلك المناطق قلنا يعني 13 ولاية من خلال تنويع الأصناف لتفادي أيضا ربما حتى يكون تنويع بنسبة المجال الاقتصادي حتى البيئة أيضا تعود عليه بالإجاب شكرا هو إعادة باث السد الأخضر في طبعته أو المقاربة الجديدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية جاءت في إدماج أولا إدماج كل الأنماط الموجودة التي تربع عليها هذا السد الأخضر لأنه في البداية قمنا بغرس صنف حراجي غابي محظ قمنا بغرس السنوبر الحلبي لأنه كانت النظرة أنه ننشأ حزام أخضر مشجر إلا أنه الطبيعة تتنادرس هو أنه لازم نحترم الطابع الطبيعي ستغنمط الطبيعي لكل منطقة يعني خصوصية المنطقة خصوصية المنطقة من حيث المناخ من حيث تشكيلة التربة وبالتالي يكون انتقاء الأصناف التي يجب وضعها وغرسها حسب هذه الخاصيتين المناخ وطبيعة التربة والنمط المنطقة نمط المنطقة ما يعني ذلك هو أنه نمط حراجي غابي نقوم بغرس الأشجار الحراجية والغابية في المناطق الفلاحية هو العمل مع السكان الجواريين أو القاطنين في هذه المنطقة حتى تستفيد هي بالأخرى من هذا المشروع أو من هذا البرنامج حتى يكون في إطار أو يندرج في إطار التنمية المستدامة لأنه وضع حزام وتركه لأنه حيث تطلب مجهود كبير في الصيانة والعناية حتى نضمن ديمومة هذا البرنامج وبالتالي في المناطق الفلاحية يكون العمل مع الفلاحين المقيمين بهذه المناطق حتى هي تعود عليها بالفائدة وبالتالي هنا ندخل في المقاربة الاجتماعية لأنه سنخلق مناصب شغل سنخلق ثروات التي ستستفيد منها هذه المنطقة والتي ستكون من خلالها همزة واتس بين المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية هذا بالإضافة إلى النظرة الإيكولوجية أو البيئية التي ستكون فيها حاجز ضد التصحر لأنه ستكون التربة مشجرة عندما نغرس الأشجار نخلق ديناميكية نخلق ميكروكليما التي يسمح حتى بالأصناف الكورتش فلوغيستيك التي تأتي تأتي مع الأصناف ترافق ترافق هو كما قال زميلي في بداية حديثه هو نقص من الضغط الذي تعاني منه المناطق الغابية من الرعي الجائر والقطع الأشجار والآن نشوف برنامج السد الأخضر لا يقتضي فقط على غرس الأشجار وإعادة تأهيل الأنظمة الطبيعية يعني وإنما هناك عمليات مرافقة لهذا البرنامج وذلك لخلق حياة وإعادة بعث الناس واستقرار مواطنين هذه المناطق السهبية والقل والحد من الإميغرات النزوح الريفي أو حتى الهجرة التي هي نتيجة تدهور الأراضي ونتيجة التصحر لأنه من نتائج التصحر الهجرة كذلك لأنه تنعدم إذا كانت الأرض قاحلة ستنعدم الحياة بها وبالتالي سيكون الإميغرات الانيما حتى الساكنة حتى الساكنة وبالتالي بإعادة الحياة والبرنامج إذن فيه عمليات فتح المسالك حشت المياه لأنه لا يمكن قيام بعمليات غرس بدون وجود توفير الموارد المائية خاصة وأن هذه المنطقة تتميز بمناخ جاف وشبه جاف ومع التغيرات المناخية التي ترتقب كل السيناريوهات ترتقب ارتفاع ازدياد درجة الحرارة وبالتالي انتقاء الأصناف يكون مع مراعاة هذه الخاصية وتكون أصناف المقاومة للجفاف حتى نضمن دائما هو خلق حيوية وضمان ديمومة هذا المشروع للأجيال القادمة لأن النتيجة لا نراها في سنة أو في سنتين وإنما لأن لما نغرس أشجار مثمرة تدخل في حيز الانتاج ابتداء من خمس سنوات ثمان سنوات حسب الأصناف تختلف تتباين نسبة مردودية الأشجار من صنف إلى آخر وبالتالي نسمح بعمل بما يعني أن يكون مسج بين الأشجار والغراسات السنوية وذلك لفتح المجال لهذا المستفيدين أو الفلاحين الذين يقومون بغرس هذه الأشجار أن يقتاتوا من هذه المغروسات حين ابتداء المشاريع وإحنا كصديق الصاهرين على ديمومة هذا المشروع هو أن يكون الشريك الوسيط في العناية وصيانة هذه المغروسات فيما يخص وهو ربما الحلقة المهمة خلال طبعا لذلك نقول نجاح هذا البرنامج متعلق وهو مرتبط ارتباط وطيد مع تضافر مجهودات كل المعنيين من الصاهرين على تجسيد هذا البرنامج كوزارة فلاحة والتنمية الريفية عن طريق كل القطاع طبعا عن طريق ثلاث الهيئات للقطاع إدارة الغابات فيما يخص المحيطات الغابية المصالح الفلاحية فيما يخص المغروسات الفلاحية والمحافظة السامية للسهوب فيما يخص الجانب السهبي كل ما يخص الوضع تحت الحماية حتى تكون هناك إعادة تأهيل الفضاءات الرعاوية حتى يكون ازدياد النسب العلفية حتى نزيد من النشاط لأن النشاط الرعاوي هو الذي يميز هذه المنطقة وبالتالي نعزز هذه النسب أو لزينيتي فغاجر حتى يكون نشاط لهذا وهنا يجدر أيضا الإشارة سيدة راشدي سيد بلوت حول ربما مجهودات مديرية الغابات في إعادة بعث أو خاصة لضمان ديمومة هذا المشروع أيضا طبيعة الحال يعني مجهودات المديرية العامة للغابات يعني هي مشروع السد الأخضر هو العامة للغابات يعني بمحافظة محافظة الغابات على مستوى 58 ولاية يعني هي الأهداف الأولى أهداف عملية التشجيل سواء في شمال من أجل حماية يعني حماية يعني الأحواض المتدفقة أو السدود من التوحل عن طريق عملية الغرس أو عملية صيانة يعني أماكن تدفق المياه أيضا عملية يعني حماية النظام البيئي والنظام الغابي خاصة يعني من أجل توفير أماكن العيش لنظام الحيوانات أو النظام النباتات أيضا يعني السد الأخضر هو هدف من بين هذه الأهداف عامة من أجل مكافحة التسحر كما قال زميلتي يعني هو مكافحة التسحر يجدر الإشارة إلى أنه بعض لا يفهم مصطلح مفهوم مكافحة التسحر هو عامة تدهور الأراضي سواء في المناطق أخرى الهدف الأول هو منع زحف الرمال يعني من الجنوب نحو الشمال الهدف الأول أيضا الهدف الثاني هو خلق كما قلت سابقا مناصب الشغل لساكنة المناطق الريفية خاصة سواء المربين لأغنام أو لمارسو نشاطات في لاحية أخرى كتربية توجيه هذه الفئة من أجل وتوفير لهم مناصب شغل عوض الاستهلاك الجائر أو استنزاف ثروة الغابية على غير كما قلت سابقا هي الخشب أو الزيوت الأساسية أو نباتة العطرية والطيبية وكل ما منتوجت المنتجات الغابية وبترجع أيضا السد الأخد اليوم ووردا هاما في الاقتصاد الوطني والمحل ذات بعد اقتصادي وحتى أيضا بعد بيئي شكرا جزيلا لكم السيدة سابرينا رشدي أذكر مديرة مكافحة تسحر والسد الأخضر بالمديرية العامة للغابة شكرا جزيلا لك السيد بلود عادل أذكر رئيس مكتب مكافحة الإنجراف بالمديرية العامة للغابة شكرا جزيلا على الحضور وعلى هذه الاستفادة شكرا جزيلا لكم شكرا لكم شكرا لك وكل الطاقة القائمة على هذه الحصة شكرا جزيلا دلنا مشاهدنا فاصل ثم لنعود شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم إلى ملف آخر مشاهدنا إلى ملف السيد البحر وتربية المائيات والعينة من ولاية التلمسان والمشروع الاستراتيجي الأول في مجال تربية التون الحمراء نربط الاتصال مباشرة من ولاية وهران أين يلتحق بنا سيد سحنون أبو قبرين وذكر مدير صيد البحر وتربية المائيات لولاية تلمسان سباح النور سيدي وشكرا لتلبية الدعوة سباح النور وشكرا لكم على الدعوة شكرا جزيلا إذن هو المشروع الأول على المستوى الوطني الذي تم تسجيله على مستوى منظمة الإيكات أيضا كأول مشروع قيد التجسيد مشروع تربية التونة مشروع تسمين أيضا التونة الحمراء أكثر تفاصل عن هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعاد الأول وطنيا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نشكركم على الدعوة هو مشروع من أهم المشاريع التي نتابعها على مستوى قطاع الصيل البحري وتربية المائيات لولاية الإمسان أكثر من 16 مشروع يعني عمومي وخاص هذا المشروع للسجل اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة بقطرة إنتاج 950 طن يعني سيتم خلق 26 منصب شغل مباشر يعني حاليا سيعطي قيمة مضافة يعني سيتم بعد عملية تسمين استخراج أكثر من 1900 طن على مستوى هذه المزرعة يعني في 20 أكتور سنة 2024 تم تركيب 50% من الأقفاص العائمة التي تم اقتناؤها من الدول من تونس وإيطاليا وتركيا حاليا المعدات في طور التركيب على مستوى ميناء السيد نوشاع لأقفاص العائمة ذات قطر 50 متر ديامتر سيتم تركيب كل نصف 50% من هذه الأقفاص العائمة على أكثر تقدير في الشهر المقبير شهر ديسمبر من سنة 2024 سيتم التثبيت إن شاء الله أقفاص العائمة التي تكون جاهزة في حملة سيدة تونة لسنة 2025 ليتم جلب باقي مؤدات إن شاء الله في السوداس الثاني من سنة 2025 ويتم تركيبها وبالتالي يعني تركيبها على مستوى العرض البحر لمنطقة الشرقية لولاية الإمسان نعم نعم إذن هي أفاق واعدة لهذا المشروع خاصة من خلال كما ذكرتم يعني قدرة الإنتاج وسعاتها أيضا أيضا في مجال تربية التسمين التونة كيبها مضافة أيضا للاقتصاد الوضني تحدث عن أفاق الاستثمار في هذا المجال أفاق خاصة بين قوسين أفاق إلى دولتين يعني كل من مهدية بدولة تونس ومالطة بدولة إيطاليا لكن بعد إنجاز هذا المشروع إن شاء الله ونتمنى إن شاء الله يكون مشروع آخر يعني لتسمين سنكون ديبندون على هذه الدولتين يعني بالتالي نتحكم في الأسعار و بوركوابا يعني تحكم 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 تسمين تونة بوركوابا يكون ديسبونيب يعني صراحة نعطيكم كمثال لسنة 2024 يعني البر يعني الكيلوغرام تسمى تونة هو تحت 3 دولارات 3 دولارات يعني صراحة يباع على مستوى الوطني يعني يخلو المنتوج يعني 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 يسوق داخليا يعني على مستوى الداخلي يعني على مستوى الزائر يعني صراحة يعني كان المنتوج باش المنتوج ما يستطر تحكم في عمل التسويق وبالتالي كان يمكن الانتوج يعني باش المنتوج يكون موجود على مستوى مواعد الجزائريين ايضا تعاد ولاية تليمسان ايضا قطب اقتصادي واعد ايضا وكبير من خلال صناعة السفن خاصة السفن صيد أتون في عالي البحار ايضا بسواعد جزائرية وهذا حسب توصيات رئيس الجمهور نتكلم بلغة الأرقام يعني سبع سفن من أصل 11 سفين ايضا وهي في آخر الرتوشات اليوم الاستلام ايضا اعطينا اكثر تفاصيل سيدي بخصوص هذا الشق المهم كانت توصية سيد رئيس الجمهور وهو صناعة سفن سيد في عالي بحار بسواعد جزائرية صراحة ولاية اليمسان أصبحت قطب مهم جد مهم في هذا المجال لدينا سبع سفن تصنع حاليا على ميناء سيد نوشة وميناء هنا بسواعد الجزائرية دراسة وإنجاز 100% يعني الوطود انتيغراسيون وصل إلى أكثر من 60% صراحة الديمونسيون تحدي السفن أكثر من 37 مترا كين 37 مترا زيادة في طول سفينة سفينة تون من نوع الحديد من نوع ناصي لطالما كانوا كانوا يتجوا إلى دولة تونس ومن قبل إلى دولة إسبانية حاليا على مستوى ميناء سيد نوشة وإنجاز السفينة من هذا يزيد الوطود على مستوى ميناء سيد نوشة حاليا يتم زيادة في طول لهذه السفينة من 20 مترا وإن شاء الله التحدي القائم حاليا من طرف هذه الورشات وهو صناعة سفن من حديد يعني بالتقريب متى سيتم استلام هذه السفن نعم بالتقريب متى سيتم استلام هذه السفن سبع سفن ربما هي في آخر الرتوشات اليوم إن شاء الله سفينة سيتم استلامها إن شاء الله في الثلاث الأول من سنة 2025 التي تشارك في حملة سيد تون سنة 2025 باقي السفن سيتم استلامها في نهاية سنة 2025 لتتحق بالسفن الصيد التونة والصيد في آل البحار لسنة 2026 وبالتالي هنا يظهر جليا أهمية ودور تطوير قطاع تربية المائيات من خلال تحقيق المسعى الاستراتيجي مسعى تحقيق الأمن الغذائي شق هام جد مهم لنعمل عليه على المستوى بالتنسيق مع الوزارة وصية وصلوة محلية على مستوى ولاية الإمسان وهو تربية المائيات البحرية والعذبة لدينا ثلاث مزارع لدخل تحيز لإنتاج بطاقة إنتاجية نظرية 2600 طن هناك 32 قفص عائم مثبت في عرض البحر في سواحل ولاية الإمسان تم استزراع في سنة 2024 3.6 ملايين ألف يارقة على مستوى بعض الأقفاص العائمة ويتم برمجة باقي الأقفاص العائمة في غضون السنة 2025 مشروع آخر في الجهة الغربية حاليا قيد جلب المعدات يتم تركيب المشروع أو الأقفاص العائمة في الجهة الغربية في شهر جنفي يتم استدر تركيب أو تثبيت الأقفاص العائمة في عرض بحر المارس واستزراعها في شهر آفريل بخصوص الشق الخاص بتربية المائية المياه العذباء ثلاث مشاريع جد مهمة على مستوى ولاية المسلم بينها مشروع أكوا أكرو وهو فرع وكالة الوطنية للسدود حاليا يجسد المشروع على مستوى هذه المنشعة على مستوى باراج بغرارة وناظالديو باراج بغرارة أكثر 180 طن هي مبرمجة إن شاء الله في كمية الإنتاج بدأت العشغال بهذا المشروع في شهر أكتوبر 2024 البريمير باطري حاليا تجسد فيها أكثر من 12 حوض بديامتر بقطرة 14 متر من أصل ثلاثة طروة باطري 36 قفص أو 36 حوض إن شاء الله ستكون موجودة على مستوى هذا السد أيضا هناك مشروع آخر وعد في جهة الشرقية 350 طن مشروع تربية الأسماك المياه الأذباء خاصة تلابها تم البدع في الأشغال زائد إكلوزري ضدوس وهنا أيضا بخصوص الشق الخاص بالإنتيجراسي في القطاع الفلاحي تربية الأسماك المياه المدمجة مشروع آخر في مغنية حاليا في قيد الإنتاج تم بداية الانطلاق في عمل الإنتاج في السوداسي الأخير من سنة 2023 تم استزراع بعض القفاص العائمة الموجودة في هذا الحوض المائي 16 قفاص مثبت في هذا الحوض تم استزراع 100 ألف من أصل 100 طن المبرمجة في المستقبل إن شاء الله لطاقة الإنتاجية الموجودة حاليا في هذا الحوض وهي أكثر من 25 طن من سمك تلابيا والبوري أفاق وعدة من خلال هذه المشاريع أيضا من خلال طاقات الإنتاج نتحدث عن أيضا أهمية الاستثمار في مزارع تسمين التون من خلال كل آلية الدعم والمرافقة التي وفرتها الدولة للنهوض بالقطاع بخصوص المشاريع الأمومية بخصوص المشاريع الأمومية هناك أغلف مالية جد هاما على مستقبل عطية القطاع السيد البحري من أجل تدعيم المنشآت الميناء في كل من ميناء السيد نوشاع هذا القطب المهم التي تعاول عليه الوزارة كقطب اقتصادي سيد فعال البحار هناك ثلاث أقطاب في الجهة الشرقية النباب في الجهة الوسطى وفي الجهة الغربية ميناء السيد نوشاع حاليا يتم تدعيم البنية الفوقية لهذا الميناء من خلال إنجاز مسمكة في 3150 دينار مليون دينار جزائري تم استفادة منها في سنة 2023 المشروع وصل إلى مراحل جد مهمة من مرحلة إنتاج أكثر من 80% يتم استعلمه إن شاء الله في غضون في شهر ديسوم يعني 19 ديسوم 2024 المشروع الثاني المهمة هو تهيئة أو إنجاز مهاجع السيادين يعني أكثر من 34 الشطر الأول مهم مهاجع السيادين حاليا يتم إنجازهم على المساوى هذا الميناء وصلت نسبة الأشغال إلى 50% سيتم استلام المشروع في مارس 2025 مشروع آخر مهم جد مهم تم استلامه ضمن الأغلفة المالية لسنة 2024 أكثر من 70 مليون دينار جزائية تم استلامها أو خصصة لفاية تقطع السل البحري وتربية المعيات على المساوى ولاية تليمسان بينها هذا المشروع المهم وهو مسمكة من السنة الثانية على المساوى ميناء هونين أكثر من 60 مليون دينار جزائري تم البدء في الأشغال في شهر أكتوبر من سنة 2024 اللي يتم استلام المشروع إن شاء الله في أكتوبر 2025 نعم وبالتالي تحدثتهم عن أهم مشاريع مديرية الصيد البحري لولاية تليمسان كمشاريع واعدة حتى أيضا هناك مشاريع بالتنسيق مع الوكال الوطني للسدود كشريك القطاع أيضا هناك مشروع كما ذكرت من قبل مشروع جد مهم للفرع الوكالة الوطنية للسدود يعني صراحة 280 طن يتم العمل عليها بالتنسيق مع هذا الفرع لتجسيدها على أرض الواقع تم بداية الأشغال في شهر أكتوب من سنة 2024 أولا حاليا البرمير باطري يعني فيه 12 حوض يعني حاليا يتم إنشاؤه على مستوى هذا السد ليتم مباشرة الوزيان باطري جشت مباشرة بعد الوصموص متعدوز حوض 12 حوض هذا ثم ثالث ثم الترواز باطري وبالتأ هناك أيضا في المشروع إنوك الوزري دودوس إن شاء الله تكون مجسدة إن شاء الله في سنة 2025 في هذا لفائدة هذا المشروع بحاول الله أيضا عمل استزراع إذن الأسماك عند الفلاحين أيضا كعين سمك البلطي اليوم أيضا على مستوى وليتي لمسان تم حاليا يعني صراحة أكتر من خمسين يعني فلاح تم تكوينه من أصل 190 فلاح يعني في هذه السنتين يعني خمسين فلاح موجود حاليا يتم استدر متابعتهم من طرف اللجنة الولائية يعني موجود لديه يعني التلابيا وعلى مستوى الأحواض السقي فلاحي صراحة يعني بشر الأوبجيكتيف تعالكم يسموه يعني الفلاح يعني يتم تزيد على الأقل مشاريع يعني ماذا بنا يعني عن طريق الاستفادة من بعض البنوك أو أو الأطو في نصبه هذا هو الأوبجيكتيف تعالجنا وهو المضي يعني من أجل تشسيد مشاريع ولو مصغرة على المساوى القطاع الفلاح نعم وبالتالي أيضا هناك داورات أيضا تكوينية لصالح الفلاحين الذين يستثمرون في هذا المجال مجال تربية المائيات أيضا تم تكوين في هذا السنة سنة 2014 أكثر من 50 فلاح يعني تضاف إلى أكثر من 190 فلاح التي تم تكوين في هذه السنوات الفريطة يعني وما زالت عملية التكوين متواصلة على مساوى ولاية الإمسان إن شاء الله الوبجيكتيف هو الوصول إلى على الأقل 50% من عدد الأحواض الاستقي في لاح المؤهلة لعملية الزراع يوجد 500 حوض سقي في لاح على مساوى ولاية الإمسان يعني مؤهل لعملية الاستزراع يعني على الأقل وصول إلى 50% من عدد الفلاحين يعني على الأقل في المدى القريب تكوينهم يعني تكوين نظريا وتطبيقيا من أجل تجسيد هذه العملية أيضا هناك طلبات سيدي هناك أيضا طلبات للاستثمار سواء يعني استثمار في هذا المجال مجال تسمين التونة تربية المائية عامة هل هناك أيضا شراكة ربما مع دول أجنبية لتعزيز الإنتاج أيضا خاصة في ولاية الإمسان بخصوص مزرعة تسمية التونة صراحة هي 100% جزائرية يعني صراحة الأول المتعامل اقتصادي الحالي الذي هو مشرف على هذا المشروع هو عرض له عدة عدة ترونجير لتدخلوا معه في هذا المشروع وهو رفض إذن المشروع الموجود حاليا في جهة الشرقية لولاية الإمسان 100% جزائري يعني كيسس الأوبيراتور أو اليد العاملة إن شاء الله التي ستكون موجودة في هذا المشروع بخصوص تربية المائية البحرية أو العذبة كل المشاريع موجودة حاليا على مستوى ولاية الإمسان كلها تابعة لديز أوبيراتور إيقونوميك لكن نسعى أن صراحة توسعت ربما مجال الاستثمار تلك الأليمون الحاليا اللي نجيبوهم الخارج أو الألفان اللي نجيبوهم الخارج حساس صراحة وسلطات المحلية يعني بتنسيقنا سلطات المحلية يعني خصصنا أو أي عقارية من أجل تسيد هذه المشاريع يعني بورك وابا بخبارات يعني يكون يعني في إشرف خبارات مكاتب دراسات أو ديز أوبيراتور يدخلوا يعني يتصدر مع ديز أوبيراتور الجزائريين يعني تسيد هذه المشاريع خاصة أنها مشاريع غير موجودة إطلاقا على مستوى الوطني طيب هل هناك أيضا أضرفة مالية أو مبالغ مالية التي رصدت لهذا القطاع بخصوص ماذا مبالغ مالية بخصوص لا الاستثمارات الخاصة نسعة ومن خلال تحسيس بعض المتعاملين الاقتصاديين يعني من بين أو لدخول مجال الاستثمار لا سيما الاستثمار في مجال تربية الأسماك يعني المدخلات تربية الأسماك المياه البحرية يعني نيكولوزري مارين يعني الوعاء العقاري موجود أو البروكوبال لمودي بواصون أول حديث أيضا عن القفز النوعية يعرفها القطاع من خلال رقمنة قطاع الصيد البحري وكذا تربية المائية صراحة يعني مجالات خطا جبارة خطاها قطاع الصيد البحري يعني وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية في هذا الإطار حاليا نسعى على رقمنة بعض الوتائق من بينها رقصة الصيد البحري إن شاء الله اللي رأى دخل تحيز الاستغلال في الشهور السابقة طيب في الختام كيف ترون أفاق هذا المشروع كما ذكرتم هو المشروع الأول على المستوى الوطني الذي تم تسجيله كما ذكرتم على مستوى منظمة الإيكات كأول مشروع قيد التجسيد مشروع جد استراتيجي صراحة حاليا نشتغل عليه من أجل تسيده على أرض الواقعية وبالتالي استقلالية بعض ليس كل لزارماتير لا يتجهش للمهل تونس دولة الجوار أو المهدية ونسعى أيضا نستطيع مشروع آخر في جهة الشرقية على حسب الحصة المخصصة لجزائر 2023 يعني يقصنا مشروع آخر إن شاء الله يكون في أول أوبيان في الجهة الوسطى أو جهة الشرقية من أجل استقلال يعني كليا على الدول لطالما التي استغلنا معها هذه تلك تونس و يعني دولة إيطاليا دون أن ننسى أيضا القيمة المضافة التي ستضيفها السبع سفن التي سأربما تكون قيد الخدمة خلال الأيام القادمة بحول الله إن شاء الله في أعالي البحار إن شاء الله نعم شكرا جزيلا لكم سيد سحنون بو قبرين كنت معنا مباشرة من ولاية وهران ونذكر مدير السيد البحري والتربية المائيات لولاية تيلمسان شكرا جزيلا لكم ألا عفو شكرا لكم شكرا جزيلا إذن مشاهدين فاصل ثم لنعودة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم إذن إلى ملف آخر مشاهدين للملف الفلاحي وسن ناقش إذن واقع وأثاق تربية الإبل في الجزائر في إطار أيضا الطبعة السادسة عشر للأيام الدولية للعلوم البيطارية حول كيفية الحفاظ على الإبل عفوا للحديث أكثر في الموضوع سعد بصدافة الدكتورة واهيبة بخاري مفتشة بيطارية رئيسية أهلا بك سيدتي وشكرا لتلبية الدعوة شكرا لكم على الاستضافة الطيبة شكرا جزيلا إذن بداية الحديث قبل الولوج للحديث حول فعالية الطبعة السادسة عشر للأيام الدولية حول العلوم البيطارية حول كيفية تربية والحفاظ أيضا على الإبل نتحدث عن واقع تربية الإبل في الجزائر نعم ربما قبل هذا أعرض عليكم الإطار اهتمام الإبل على المستوى الدولي السنة الفين واربع وعشرون خصيصت لكعام دولي للاحتفال بسنة الدولية للإبليات التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة لإبراز المكانة الثقافية الاجتماعية للإبل وكذلك دور الإبل في النمو الاقتصادي خاصة للمجتمعات المحلية خاصة في المناطق القاحلة والشبه القاحلة وكذلك إبراز دور الإبل في المنظومة البيئية نعم أما بالنسبة للجزائر نعم الجزائر كباقي الدول تحتفل بالسنة الدولية للإبليات من خلال مجموعة من التظاهرات العلمية والمهنية الخاصة والتي تهدف إلى تطوير شعبة الإبل تشرفت بالمشاركة في عدة تظاهرات علمية ومثلت الجزائر في السنة الدولية للإبليات التي أقيمت بفرنسا في شهر أفريل الفارد في الجزائر أيضا شاركت في عدة لقاءات أبدأ والتي سجلت على منصة الاحتفال بالسنة الدولية للإبليات بالجزائر جيد أبدأ بولاية تيب بازا كان عنا نشاط مع لوك خابسي في مدينة بوسماعين والتي تحدثنا فيه موضوع منتجات الإبل التي هي حليب النوق سنرجع ونفصل حول منتجات الإبليات لكن دكتورة وهيبة مخاري تحدثت في البداية عن واقع تربية الإبل نتحدث ربما عن الولايات الرائدة في مجال تربية الإبل نعم الجزائر الحمد لله تسخر بالثروة هائلة في الإبل وبعيدا عن الإرقام الإبل موجودة في كل مكان في الجزائر خاصة في الولايات الصحراوية في الجنوب الكبير وأيضا في الولايات السهبية الإبل موجودة لدينا ثروة لبأس بها من الإبل يكفي فقط نعرف كيف نأهل ونهيكل هذه شعبة الإبل لكي نستفاد منها في المستقبل القريب إن شاء الله وهذا هو اللب الموضوع وهي آليات ربما الحفاظ على هذه الشعبة بالحفاظ أيضا على السلالة نعم السلالات هي الأصل لأن الإبل قبل ما نستغلوها في الجانب الاقتصادي نبدأ أولا بالحفاظ عليها كموروث ثقافي لأن الإبل مرتبط ارتباط وثيق بثقافتنا الصحراوية بهويتنا العربية بطورات الإبل ثورات الإبل ثقافة الإبل تاريخ هذا الجانب خاصة جانب بالسلالات نعمل عليه في كثير من نبدأ ربما بالجامعات من الجانب البحثي أنا أنتمي إلى المحد الوطني الجزائري للبحث الزراعي إنغا فيها عدة أبحاث متعلقة ومتركزة بسلالات الإبل للحفاظ على الجانب الوراثي وتصنيف سلالات الإبل لأن هذا في المستقبل كيف نستغله لما تكون عندنا سلالات الإبل مصنفة نعرف الإبل الخاصة التي تقدر تجيب لنا الحليب الإبل التي تجيب لنا اللحوم الإبل التي نستغلوها في سباقات الهجن لأن سباقات هي رياضة سباقات حتى الدولية أيضا نعم هي سباقات هي جسد الجانب الثقافي في نفس الوقت الجانب الرياضي وكذلك تعطينا المدخول الاقتصادي لأن الإبل تندرج أيضا سباقات الهجن في جانب السياحي السياحي ومدخولات تلك السباقات تثمن الجانب السياحي وتثمن كذلك الجانب الاقتصادي صحيح وبالتالي أيضا عمل ومجهود الجامعة اليوم الجزائرية وأيضا حتى البحث العلمي في مجال الحفاظ على هذه السلالات أيضا وحتى تثمينها وتعزيزها أيضا نعم أصبح من الضروري الإسراع في هذا التصنيف أيضا تصنيف واستغلال التكنولوجيات لأن عالم الوراثة عالم جد متطور يستلزم منا إدراج كل ما هو تقنيات حديثة في البحث العلمي وكيفية ربما ليس المشكلة لكن الآن الفراغ أين موجود في تطبيق تلك الأبحاث العلمية على أرض الواقع وهذا الشيء بشي يتجسد إلى استغلال ربما ليس استغلال بل الاستثمار في معارف أهل الإبل اللي هما سكنت المناطق الصحراوية العارفين بتربية الإبل اللي عندهم خبرة مكتسبة منذ القدم هذا التزاوج بين الفاعلين بين الأكاديميين بين أساتذة البحث العلمي وبين المربيين الإبل وسكنة المناطق المحلية خاصة الصحراوية هو اللي يقدر يدفع بعجلة التنمية سواء في البحث العلمي أو التنمية الاقتصادية وبالتالي هنا يجدر بنا الإشارة إلى أهمية أيضا الإحصاء الفلاحي في تثمين وتعزيز هذه الثروة أيضا نعم الإحصاء العام للفلاحة خاصة نتكلم على شعبة الإبل هو كان إحصاء عام تناول عدة مجالات فلاحية نخصه بالذكر الثروة الحيوانية التي نتكلم اليوم على طروة الإبل بعد ما يعلن إن شاء الله على نتائج الإحصاء نصغله بطرق علمية تكون لدينا قائدة بيانات لتسهل في إدراج استراتيجيات مستقبلية لتطوير شعبة الإبل بالجزائر نعم نتحدث أيضا عن مجهودات الدولة ومن خلال سبل تطوير هذه الشعبة مثلا كعينة صنع حليب الإبل أيضا نعم كان أيضا موضوع دراسة خلال تظاهرات الدولية للإبليات نعم سعت الدولة الجزائرية إلى تطوير هذه الشعبة خاصة من خلال العمل على مراعي الإبل وتأهيل الأبار الرعاوية من خلال التجهيزات التي قامت بها وزارة الفلاحة في عدة مناطق صحراوية تأهيل نقاط المياه بالطاقة الشمسية حتى يتسنت للإبل توفر للإبل هذه الأبار الرعاوية الماء استعمال الطاقات المتجددة نعم باستغلال هذا من هذا الجانب من ناحية تطوير شعبة الإبل خاصة حليب النوق هناك مشاريع ستجسد على المدى القريب إن شاء الله بخصوص شعبة حليب النوق في الجزائر بحاول الله أيضا وأكثر تفاصيل على أيضا معرض لكل منتوجات الإبل مثلا الحليب كعينة أيضا هناك الشوكولات كأول تجربة رائدة بالإضافة إلى الجبن أيضا تحدث عن الشوكولات أكثر تفاصيل نعم من خلال الأيام البيطارية التي نظمتها المدرسة الوطنية العليا للبيطارة وتشرفت بتنظيم الجانب والتنسيق المعرض الخاص بمنتجات الإبل تناول المعرض منتجات حليب النوق اللي هي حليب النوق اللي هي شوكولاتة لأول مرة في الجزائر شوكولاتة جزائرية من حليب النوق وكذلك لأول مرة في الجزائر أجبان من حليب النوق وكذلك شعب أخرى اللي هي شعبة وبر النوق وكذلك جلود الوبر نعود نرجع إلى حليب النوق حليب النوق من المعروف أنه يكتسي أهمية بالغة لما فيه من أهمية من الجانب الصحي وأيضا التغداوي ما يخفاش عليكم أن حليب النوق نظرا للتركيبة الكيميائية عنده تركيبة كيميائية خاصة دون الدخول في التفاصيل لكن فيه العديد من الدراسات التي أجيئت تم استغلالها في التصنيع والشوكولات وحتى الأجبان أيضا نعم فيه دراسات على المستوى العالمي أثبتت بأن حليب النوق نصغله من الجانب الصحي مثلا في الإنقاس لا أقول العلاج في التخفيف من شدة تأثيرات طيف التوحد لدى الأطفال نعم من خلال تاني إنقاس أو يساعد في علاج كذلك مرضى السكاري فيه هنا ربما أشير إلى نقطة فيه ربما بعض لا أقول تناقض وإنما فيه اختلاف في الرأي في حليب النوق واستعمالاته العلاجية بين الطب الشعبي التقليدي واستعمالاته التقليدية خاصة في المناطق الصحراوية وبين المجتمع الأكاديمي والاستعمالات العلمية نعم له يستعمل أيضا حليب النوق نواصل من ناحية الجانب الصحي لإنقاس لأنه هو غني في تركيبته الكيميائية لا يوجد لكتوز كثير اللي هو السكر وما يوجد كوليستغول كثير لذا يسهل الهضم للأطفال اللي يعانوا من مشاكل هضمية حساسية ربما مشاكل هضمية لا أقول حساسية حين يتناولوا أنواع الحليب الأخرى خاصة حليب الأبقار لأنه هو نعود أن نقولها يحتوي على أقل نسبة من السكر معناها الهضم التاعو بالنسبة للأطفال اللي يعانوا من هذه المشكلة الهضم التاعو سهل وسريع مقارنة بالأنواع الأخرى طيب نذهب إلى مسعى آخر وهو مسعى دور الإبل أيضا اليوم في تحقيق مسعى الأمن الغدائي أيضا وهذا ربما الكثير من المحاضرات التي قمتم بها خلال الأيام الدولية للإبليات أيضا نعم الإبل نهضر لك مثلا للجزائر نظرة للثروة الهائلة اللي عندنا في الإبل قادرين نستغلوا هذا الحيوان في جزء من تحقيق الأمن الغدائي أركز على هذه الكلمة لكن على المدى لا أقول المدى البعيد قادرين على المدى المتوسط يكون منتجة الإبل خاصة الحليب واللحوم الإبل توفرنا البروتينات ويكون عندنا وتوفرنا أيضا اختيارات للمستهلك الجزائري من خلال اللحوم الحمراء الآن اللحوم الموجودة في السوق خاصة لو نتحط على الجنوب لحوم الإبل موجودة كلحوم حمراء معروضة في الأسواق إلى جانب لحوم الحمراء الأخرى لكن في المناطق الشمالية نسعى دائما باش تكون منتجة الإبل خاصة اللحوم الحمراء تتوفر على مساوى كامل الوطن تراب الوطن نعم نعم يبقى فقط كيف نستطمر في هذه الشعبة خاصة نعود نرجع إلى شعبة الحليب لما لها من أهمية ربما البرح كنا في المعرض شفنا أول تجارب حقيقية صحيح لصناعة شوكولاتة لصناعة الجبن لما لا نستغل شعبة حليب النوق في استثمارات استثمارات لصناعة تحويلية تحويل حليب النوق ومشتقاته لأنها مشتقات صحيح في صناعة الشوكولاتة في صناعة الأجبان ومشتقات الحليب النوق نعم نعم كان أيضا في صناعة حليب النوق أيضا كان عندنا في المعرض منتجة تجميلية تعتمد على حليب النوق تعتمد على ذروة الجمل على شحوم الإبل لما لا نستعمل هذه الإبل في الصناعات التحويلية وبذلك يكون عندنا مجموعة من المواد الموجودة والمتاحة للمستهلك الجزائري طيب دكتورة بخاري كان يوم أمس فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المدرسة الوطنية العليا للبيضرة حول تربية الإبل إذن كانت هناك محاور جد غانية خلال هذه الفعالية أيضا تربية الإبل تربية الجمل الحفاظ عليها أيضا تحديات الجديدة أيضا كامل بريدينجز بريسيرفاشنز أند نيو تشلينجز أيضا هذا كان موضوع أحد ربما أو شعار هذه الفعالية نعم هذه الفعالية نظمت من أجل الحفاظ على ثروة الإبل وكذلك إبراز التحديات الجديدة التي تواجه شعبة الإبل حتى نحضر أنفسنا للتصدي لهذه التحديات هناك تحديات جديدة تحديات بيئية تحديات اقتصادية في ضل التغيرات التي تشهدها جميع مناطق العالم خاصة التغيرات المناخية وكان هناك عدة محاور للقاء أبرزها محور الثاكاتر والويراتة محور نظم تربية الإبل لأن هناك نظم تربية الإبل جديدة تتماشى مع التغيرات الجديدة التي يواجهها كل العالم وخاصة الجزائر وكذلك أهم محور لفيدنا أكثر وهو كيفية الاستثمار في منتوجات الإبل اللي هي حليب الإبل اللي هي لحوم الإبل اللحوم الحمراء اللي هي وابر الإبل وجلود الإبل ولا ننسى أيضا سباقات الهجة صحيح لما نستعد ونستغل كل الطاقات الموجودة عنا في الجزائر يلقى يكون عنا التنسيق حقيقي بين مختلف الفاعلين وخاصة مربي الإبل التكاتف وإدراج استراتيجيات على المدى القصير بإشراك الجميع وبإشراك المجتمع المدني حتى بإشراك جمعيات حماية المستهلك لأن المستهلك الجزائري الآن ما زال ما يعرفش حليب الإبل حتى لحوم الإبل نعم لحوم الإبل ما زال ما يعرفش المنتجات نحن الضورتنا كفاعلين في هذه الشعبة الروج لهذه الشعبة عن طريق إدراج قافلة قوافل تحسيسية لتحسيس المستهلك عن أهمية منتجات الإبل لا سيما كمنتجات استهلاكية وأيضا كمنتجات صحية وأيضا كمنتجات قادرة تساهم في التنمية الاقتصادية المحلية وتوفر كذلك مناصب شغل خاصة للشباب لأن فيه نوعا ما لا نقول عزوف نظرا لكل التغيرات المربي فيه نوعا ما يلقى نحفزه الشباب الجزائري بش يدخل عن طريق استثمارات جديدة نستغلوا حاضينات الاستاختاب نستغلوا أفكار الشباب نستغلوا كل ما هو جديد في هذه الشعبة حتى نحقق الأمن الغدائي في هذه الشعبة حتى وعلى المستوى المتوسط المدى المتوسط وبالتالي ربما نتحدث عن آليات الاستثمار التي ترينها أنت كدكتورة فاعلة في هذا المجال أيضا آليات الاستثمار في مجال تربية الإبل من خلال رفع سعة أو تحسين القدرات الإنتاجية لتنمية هذه الشعبة من خلال ربما بداية المرافقة ومرافقة الفلاح أو مرافقة مربي الإبل أيضا نعم بالنسبة للمرافقة موجودة المرافقة موجودة والتحسيس موجود على كل المستويات لأننا مثلا كطبيبة بيطارية في كل مناسبة لا يخلو أي فضاء وما يكون عندنا لقاء مباشر أهمية اللقاءات المباشرة مع مربي الإبل هما يطرحوا الأفكار والمشاكل الموجودة في الميدان ونحن كبياطرة ونجسد من هذا الفضاء دور الطبيب البيطاري في تحسين الكفاءات الإنتاجية للحيوان النابي اللي هو الإبل نحن فقط نتمنى أن تدرج شعبة الإبل من خلال أمراض وصحة الإبل في الجامعات خاصة في جامعات المتخصة أو في المعاهد المتخصة في الطب البيطاري حتى الطبيب البيطاري يكون مؤهل مؤهل في تطبيق برامج التنمية المستدامة لهذه الشعبة وأيضا لمرافقة هؤلاء المربين وأيضا الفلاحين إذن للحديث بقية دكتورة وهيما بخاري لكن مشاهدنا نربط بكم الاتصال مع قسم الأخبار وموجز لأهم الأنباء والزميلة سهيلة دغمون في تقديم سباح النور سهيلة سباح الخير سباح الخير مشاهدينا موجز أخباري بعد جينيريك موجز العشرة من التلفزيون الجزائري أهلا بكم بداية صادقة أمس أعضاء مجلس الأمة بالإجمع على نص قانون المالية للسنة الفين وخمس وعشرين المصادقة تمت خلال جلسة علنية ترأسها صالح جوجيل رئيس المجلس بحضور وزير المالية العزيز فايد وعضاء من الحكومة وعقب المصادقة على نص القانون أكد رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل أن القانون يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة ويضع التدابير التي تضمن النهوض الاقتصادي في ظل تقلبات السوق الدولية وذلك ضمن التزامات السيد رئيس الجمهورية للحفاظ على ديناميكية التنمية المسجلة في السنوات الأخيرة تم القراعة عن القانون نلمس فيه كل التزامات الرئيس الجمهورية السابقة والمستقبلية وهذه الانطلاقة للمرحلة الثانية ليعطى للجزائر المكانة لا من ناحية سياسية ولا من ناحية الاقتصادية أن تكون رائدة هذا المرحلة التي رأنا فيها مرحلة عندها كل معنى لما نقرأ قانون المالية وكل الإجراءات التي تتخذ والدولة الاجتماعية المحققة من خلال هذا واشدفهم هذا هو الشعار من الشعب وإلى الشعب يعني نراه من خلال الممارسة أنتعنا اليومية ومن خلال كل ما يصدر من قرارات في كل ميادين اقتصادية اجتماعية ثقافية هذا تخلينا عليكم بحال فاخورين وعملا بأحكامي الدستور لسيما المدتان 122.9 و133 والتسعون منه ومباشرة بعد مصادقة مجلس الأمة أمس على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025 قام رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل باختار المحكمة الدستورية بخصوص تعرضية التعديلات التي طالت بعض مواد القانون مع نص المادة 147 من الدستور كما قام الوزير الأول نذير العربوي باختارية المحكمة الدستورية للنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة في مشروع قانون المالية بمجبل حركة الأخيرة في سلك الولاة والولاة المنتدبين التي أجرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تابون أشرف وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم الراد بمقر ولاية مسكر على مراسم تنصيب فؤاد عيسي وليا للولاية وبالمناسبة أكد إبراهيم الراد ضرورة العمل بالتشاور مع مختلف الفاعلين خدمة للنسق التنموي والتجند لتحقيق الأهداف المسطرة بخصوص التكفل من شغالة المواطن وتحقيق التنمية الاقتصادية كما أشرف وزير الداخلية والجماعة المحلية تهيئة العمرانية إبراهيم الراد بعين تيموشن على مراسم تنصيب مبروك ولد عبد نبي واليا للولاية وذلك بحضور أعين الولاية وإطاراتها ومختلف الفاعلين المحلين وبالمناسبة أكد مرد أن الولاية تزخر بمقاومات سياحية يتعين تثمينها واستغلالها بشكل أمثل دولياً الآن وفي تدورات الوضع المأسوي بقطاع غزة ارتكب الاحتلال الصهيوني متزر جديد في سوق مشروع بيت لاهيا باستهداف منزل مكون من خمسة طوابق سقط خلالها أزيد من خمسين شهيداً هذا فيما أحصت مصادر طبية سابقاً ارتقى 52 شهيداً في هجمات صهيونية على منازل المدنيين وخيامهم في أنحاء متفرقة من قطاع غزة معظمهم في وسط وشمالي القطع ففي مخيم البريج بالمحافظة الوسطى ارتقى 11 شهيداً في قصف جوي على منازل المواطنين بينما استشهد أربعة أخرون بمخيم النصيرات وإلى الشمال ارتكب الاحتلال راح ضحيتها عشرة شهداء وعدد من المصابين في قصف طال مدرسة بمخيم الشاطئ قرب مدينة غزة جنوباً أما جنوباً ارتفع عدد الشهداء إلى أربعة إثر قصف جوي استهدف منطقة قيزان جنوب غربي خان يونس فيما ارتقى ثلاثة أخرون في قصف استهدفهم بحي الجنين في رفح رياضة الآن ولحساب الجولة السادسة والأخيرة من التصفية المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم يواجه اليوم المنتخب الوطني نظيره الليبيري على أرضية ملعب حسين ايتحمد بيتيزيوزو ابتداء من الساعة الخامسة مساء فحض موفق للمنتخب الوطني الجزائري ختم الموجز نلقاكم في تمام الحدي عشر بحول الله عودة إلى برنامج هذا الصباح شكرا لك سهيلة إذن أهلا بكم مشاهدين في ساعة الثالثة من عمر البرنامج ولزل الحديث حول واقع وأفاق تربية الإبل في الجزائر وهذا في إطار الطبعة السادسة عشر للأيام الدولية لعلوم البيطرة حول كيفية الحفاظ على الإبل أذكر بضيفتي إذن الدكتورة وهيبة بخاري مفتشة أقول مفتشة عامة أو مفتشة بيطرة رئيسية بالمعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي إذن الدكتورة وهيبة كان الحديث حول كما ذكرت الفعاليات أيضا التي عرفت مشاركة هذه الفعالية السادسة عشر وأيضا الفعالية احتضنتها المدرسة الوطنية العلية للبيطرة يوم أمس التي عرفت مشاركة أيضا دكاتيرا وأيضا أمورابين بهدف المساهمة في تعزيز وتطوير هذه الشعبة شعبة تربية الإبل في الجزائر نعم شهدت تظاهرة الأمس أي الأيام العلمية السادسة عشر الخاصة بالطب البيطري مشاركة جد قوية وفعالة لمختلف الشركة في قطاع الإبل كان لدينا مشاركات دولية من دول عربية شقيقة وأيضا من دول أوروبية لإيجاد حلول لهذه الشعبة من ناحية البحث العلمي من خلال إدراج أربعة محاور المحور الأول تناول نظم تربية الإبل والتغيرات التي تشهدها نظام تربية الإبل في الجزائر من نظام انتشاري من نظام نصف مكتف وكذلك المحور الثاني حول الوراة حول تكاتر الإبل المحور التالي تناول كل ما يتعلق بصحة الإبل وأمراض الإبل المحور الرابع تناول كل ما يتعلق بمنتجات الإبل التي هي حليب النوق اللحم الحمرة الوابر والجرود ومنتجات أخرى نعم طيب ماذا عن أيضا توصيات هذه المحاور وليها ما زالت إلى يوم من اليوم اليوم سيكون الاختتام أيضا نعم باختصار سنسعى من خلال كل الورشات التي أقيمت هو المحاور أن ندرج من كل محور نلخصه على شكل توصيات توصيات تسعى دائما إلى تطوير شعبة الإبل خاصة نركز على محور سلالات الإبل وثكاتورها لما نحافظ على سلالات الإبل ونعرف طروة الإبل من الناحية الوراثية نعرف بعدين كيف ندرج تخصص الإبل ونحافظ عليها نعم أشكركم الدكتورة وهيبة بخاري أذكر مفاتيشة بيطارية رئيسية بالمعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي شكرا جزيلا على الحضور على هذه الاستفادة الشكر لكم على هذه الاستضافة شكرا جزيلا مشاهدنا فاصل ثم لنعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إلى ملف آخر مشاهدنا إلى ملف الثقافة والفنون وسنناقش في عدد اليوم اليوم العالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكة الثقافية وهذا من خلال الالتزامة الدولية للجزائر في مجال حفظ وحماية التراث الثقافي للحديث أكثر وللاستفادة في الموضوع أسعد بصدافة سيد عمار نوارا مدير الحماية القانونية للمتلكات الثقافية أهلا بك سيدي وشكرا تلبية الدعوة أهلا وسهلا وأهلا وسهلا بكل مشاهدي التليفزيون الجزائري وشكرا جزيلا على هذه الدعوة شكرا جزيلا لكم إذن بداية الحديث ربما البرنامج المسطر من طرفكم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية أكيد اليوم العالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية هو يوم قار في برنامج وزارة الثقافة. فتولي السيدة وزارة الثقافة والفنون اهتماما بالغا بإحياء هذا اليوم من خلال أكيد تخصيص برنامج خاص لإحياء هذا اليوم العالمي. من خلال أكيد حث المتاحف الوطنية على التعاون المباشر مع مختلف الأجهزة الأمنية أو شركائنا الأمنيين في مجال حماية التراث الثقافي. فجاء هذه السنة تنظيم دورتين تكوينيتين أو يومين دراسيين أيضا على مستوى كل من المتحف الوطني العمومي سيرتا بقسنطينة وأيضا المتحف الوطني العمومي بولاية أشلف. هذين المتحفين استضافوا ورشتين تكوينيتين أكيد لفائدة مختلف الأسلاك الأمنية والشركاء الأمنيين في مجال حماية التراث الثقافي. وبالتالي سيد نوارد تحدث أيضا عن الآليات أيضا القانونية اليوم لحماية الممتلكات أو لحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي أيضا. دعيني أولا أعود إلى اليوم العالمي. اليوم العالمي للمكافحة الاتجار غير مشروع بالممتلكات الثقافية. أقرته منظمة اليونيسكو في 14 نوفمبر من كل عام. ويأتي هذا الاحتفال أو حتى هذا الاهتمام بحماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار. أيضا من خلال الجهود الدولية التي تبدلها مختلف الجهات الفاعلة على المستوى الدولي من منظمة اليونيسكو إلى منظمة حتى الأمم المتحدة. ومنظمات الأمنية كالأنتر بول الأفريك بول. كلها تهتم بحماية التراث الثقافي. ومكافحة هذه الجريمة العابرة للقارات. فالجهود أكيد جهود التعاون الدولي في مجال حماية التراث الثقافي تأتي الجزائر. قد تكون الجزائر قد سادقت على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة. خاصة الاتفاقية 1870 لاتفاقية اليونيسكو لسنة 1870 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة التي سادقت عليها الجزائر في سنة 2002. وأيضا اتفاقية 1995 المتعلقة بتوحيد القوانين المتعلقة باسترجاع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. هذه بنسبة الالتزامات الجزائر الدولية في مجال حماية وحفظ التراث الثقافي المادي واللا مادي أيضا. هذا سؤال دائما نطرحه لك سيد نوارا لما تكون ضيفنا من خلال البرنامج. ربما من هو النوع من التراث الثقافي الذي ربما هو محل أو المهدد بهذه الجريمة؟ أكيد التراث الثقافي على مستوى العام هو مهدد بصفة عامة. سواء تراث الثقافي المادي أو اللامدي الذي يعرف هو الآخر صراعا إن صرح التعبير بين مختلف الشعوب لتبني الهوية لأنه مرتبط بارتباط مباشر بالهوية الثقافية وأيضا لاعتباره اليوم موردا اقتصاديا مهم فالتراث الثقافي لم يبقى ذلك التراث الذي يتغنى به الإنسان بل أصبح موردا اقتصاديا تتنافس عليه الدول لحمايته واسترجاعه واستغلاله أيضا في مجالات تنمية التنمية المستدامة لكل الدول وهذا يظهر جريا من خلال آليات حماية وصون هذه الممتلكات الثقافية التي وضعتها الدولة اليوم من خلال كل الترسل القانونية أيضا التي وضعتها الجزائر لحماية هذا الموروث الثقافي المادي واللمادي الجزائر لم تتأخر في حماية التراث الثقافي بل كانت التراث الثقافي وخاصة أنه نحن حاليا نعمل على تحديث هذه الآليات القانونية على تحديث المنظومة القانونية للتراث الثقافي فقد أشرفت السيدة وزيرة الثقافة والفنون دكتورة سوريا مولوجي على تنصيب اللجنة الوطنية لمراجعة المنظومة القانونية لتحديث القانون القانون 98-04 والتي ستعقد إن شاء الله يوم 28 نوفمبر المقبل اجتماعها الذي من خلاله سيتم إن شاء الله استحداث قانون جزائري قانون للتراث الثقافي الجديد إن شاء الله الذي يتماشى مع التحديات الدولية وأيضا التحديات الوطنية في مجال حماية تراثنا الثقافي وبيتال الإضافة الكبيرة والقفز النوعية أيضا تعرفها القطاع خاصة من خلال رقمنة القطاع واستجابة الجزائر لدعوة اليوليسكو من خلال رقمنة القطاع أيضا أكيد تحدي الرقمنة دائما أقول أنه تحدي تفرضه أكيد العالمية اليوم صحيح فرقمنة تراثنا الثقافي أصبح من الأولويات التي توليها وزارة الثقافة والفنون وقد تم استحداث عدد من المنصات الخاصة برقمنة تراثنا الثقافي لدينا منصة خاصة بالتراث الثقافي غير المادي لدينا الخريطة الأثرية التي تعد أداة ووسيلة مهمة جدا في حماية تراث الثقافي استفادت أيضا وزارة الثقافة أو استفاد قطاع الثقافة من عدد من العمليات الخاصة برقمنة التراث الثقافي أهم على الإطلاق هي جرد التراث الثقافي على مستوى الحضائر الثقافية وهذه العملية التي ستنطلق خلس سنة 2025 لجرد التراث الثقافي على مستوى حضائر الثقافية معروف جدا معروف أن الحضائر الثقافية هي تمتلك مساحة 43% من مساحة الجزائر. يعني 43% من مساحة الجزائر هي مساحة ثقافية بامتياز. فالتحدي هو تحدي كبير جدا لرقمنتها أو إحصاء هذا التراث وجرضه ورقمنته واستحداث بنوك للمعطيات على مستوى وزارة الثقافة. هذه الحلقة المهمة جدا في مجال رقمنة القطاع. حتى أن وزارة الثقافة يعني برمجة عدة ورشات وطنية في مجال أو حول آليات تسجيل كما ذكرتم التراث الثقافي المادي. ضمن قائمة التراث الثقافي المادي التابع لمنظمة اليونيسكو أيضا. نعم. كما قلت أن السيدة وزيرة الثقافة والفنون تولي أهمية بارغة لتصنيف تراثنا الثقافي ضمن سواء على مستوى المحلي. تصنيف الجرد الإضافي. وأيضا التصنيف الوطني. وصلنا إلى تصنيف أكثر من ألف موقع أثاري ومعلم أثاري وتاريخي ضمن الحضيرة الوطنية. وأيضا ضمن التراث الثقافي العالمي. في مجال تراثنا الثقافي أبدأ بغير المادي. فنحن نحتل المراتب الأولى أو المراتب المتقدمة جدا في مجال تصنيف تراثنا الثقافي. والجزائر تحتضن مركزا إقليميا لمنظمة اليونيسكو لحماية وصون التراث الثقافي غير المادي. ولدينا أكثر من أو لدينا 11 مقوما للتراث الثقافي غير المادي. مصنف ضمن الحضيرة العالمية للتراث الثقافي غير المادي. أما بالنسبة لتراثنا الثقافي المادي. فأكيد ونعترف أنه يوجد هناك تأخر في تسجيل تراثنا الثقافي. وهذا ما تداركته وزارة الثقافة والفنون. من خلال الإجراءات التي أملتها أو التي أسدتها السيدة وزيرة الثقافة. بمراجعة أو تحديث القائمة الإرشادية للمسجلة باسم الجزائر. والتي لم يجرى تحديثها منذ سنة 2002. والتي تضم ست مواقع أثارية. أو ست ملفات لمواقع أثارية ومعالم تاريخية. تم استحداث فوج عمل تحت إشراف السيدة وزيرة. للعمل على تحديث هذه القائمة الإرشادية المسجلة باسم الجزائر. ووصلنا إلى غاية اليوم إلى 12 ملفا. سيتم إدراجها ضمن القائمة الإرشادية. ومن خلالها أكيد سيتم اختيار كل سنة موقع أو ملف لإداعه لتصنيف تراثنا الثقافي أيضا المادي ضمن قائمة التراث الثقافي للإنساني. يعني معروف أن جزائر تمتلك سبع معالم ومواقع أثرية مصنفة ضمن التراث العالمي. وبالتالي أهمية هذه التصنيفات لحماية تراثنا الثقافي المادي واللا مادي في إطار كل هذه المحاولات للسطو وتراثنا الثقافي المادي واللا مادي. وأيضا أهمية رقمنت أيضا هذا التراث من خلال كل الأليات القانونية. وحتى أيضا الترسل القانونية التي سنتها الجزائر لحماية هذا التراث. أكيد التصنيف هو آلية من الآليات المهمة لحماية تراثنا الثقافي. سواء على المستوى الوطني سواء أيضا على المستوى العالمي. وهو أيضا اعتراف وإدراج لهذا التراث ضمن المسارات السياحية العالمية. فمعروف أنه لما يدرج موقع ضمن التراث العالمي يكون مصب للسياحة الثقافية. ويكون أيضا موردا اقتصاديا مهما للدول. فتأتي استراتيجية وزارة الثقافة من هذا الباب. من خلال استحداث أو وضع آليات لاستغلال هذا التراث الثقافي. بدأنا انطلقنا منذ السنة الفارطة في استحداث دفاتر للشروط لاستغلال تراثنا الثقافي. واستغلال المعالم والمواقع الأثرية على مستوى الوطني. ونسعى إلى تعزيز هذا الاستغلال من خلال مراجعة المنظومة القانونية. لتمكين الاستثمار في مجال التراث الثقافي. في مجال الحماية أو في مجال أيضا الاستثمار في مجال السياحة الثقافية على المستوى المواقع الأثرية على المستوى الحظائر الثقافية وحتى على المستوى المتاحف. وبالتالي أيضا نتحدث عن أهمية الدبلوماسية الثقافية اليوم. ودورها أيضا في الترويج وحتى حماية التراث الجزائري. الجزائر بفضل التراث الثقافي أصبحت لديها صوت مهم جدا على المستوى المنظمات الدولية. اليوم لدينا منظمتين لدينا نحن في مجال اتفاقية الدولية نحن نيابة رئاسة اتفاقية اليونيسكو لحماية التراث الثقافي غير المغمور بالمياه هي الجزائر. نائبة رئيس المجلس الاستشاري لهذه الاتفاقية. وأيضا لدينا العضوية في مجال اتفاقية 2003 لحماية التراث الثقافي غير المادي. وكما قلت أن الجزائر تحتضن أيضا المركز الإقليمي لمنظمة اليونيسكو لعصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا. وأيضا لدينا مشروع مهم جدا وهو المتحف الإفريقي الكبير الذي يعتبر ثقة القارة الإفريقية في الجزائر. في أن تحتضنه الجزائر. وهو مشروع مسجل على مستوى وزارة الثقافة والفنو. إضافة إلى القانون رقم 98 04 المتعلق بحماية التراث الثقافي وأيضا الحفاظ عليه. أكيد القانون 098 هو العمود الفقري لحماية التراث الثقافي الوطني. ويعد أيضا من القوانين المهمة على مستوى العالمي. بالتجارب العالمية لو نقرأ التجربة الجزائرية نجدها رائدة في مجال حماية التراث الثقافي في وضع المنظومة القانونية. هذه المنظومة يجري تحديثها ومراجعتها بالكامل. حتى القانون 98 04 كما قلت هو موضوع للمراجعة ومراجعة المنظومة ككل من خلال وضع الآليات الحديثة ووضع الاستغلال أو إدراج مفاهيم الاستغلال وإدراج مفاهيم أيضا جديدة للمفاهيم الدولية أو التعليفات الدولية لمختلف أركان التراث الثقافي ضمن القانون الجديد إن شاء الله. طيب سيد نوار أيضا بما أنك مدير الحماية القانونية للممتلكة الثقافية. نتحدث عن أهمية أيضا مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية التراث في ظل ربما التطور التكنولوجي والقفز النوار التي يعرفها العالم. نتحدث ربما جد متطورة في مجال السطو وسرقة بعض الممتلكات أيضا. لو نتكلم عن المنظومة كما قلت المراجعة القانون مراجعة هذه المنظومة يهمت مراجعة كاملة. إدراج كل المفاهيم الجديدة في مجال حماية التراث الثقافي. سواء في مجال الاستغلال مجال الرقم أيضا. تم إدراجها في تعديلات المقترحة لهذا القانون. يعني كل التعديلات أو كل التحديات التي يتطلبها سواء العصر سواء عصر التكنولوجيا أو حتى التحديات الدولية في مجال تطور حتى الجريمة المنظمة. لأن تطور الجريمة المنظمة في مجال الاتجار غير المشروع بالممتلكات القافية. هو أيضا تحدي كان لابد علينا من مراجعة هذه المنظومة لتكون أيضا في مواجهة هذا التحدي. فكما قلت أن وزارة الثقافة والفنون وعلى رأسها سيدة وزارة الثقافة والفنون ستكون سنة 2025 هي سنة التراث الثقافي بامتياز لأنه سيتم خلالها مراجعة هذه القانون هذه المنظومة القانونية وأيضا كل النصوص التطبيقية المتعلقة بالتراث الثقافي. ولما نتحدث عن حماية التراث الثقافي نتحدث عن عكاسها أيضا على التنمية المستدامة للجزائر أيضا. أكيد التنمية المستدامة أو التراث الثقافي هو عنصر مهم جدا في التنمية المستدامة لكل الدول ولكل الشعوب. فالتنمية المستدامة تأتي من تعزيز الهوية لدى الشعوب بخلال الحفاظ أو إدراج التراث الثقافي ضمن المنظومة المدرسية ضمن المنظومة الدراسية السواء التعليمية من السنوات الأساسية إلى غاية الجامعة أيضا. تأتي من خلال إدراج هذه المنظومة أو التنمية المستدامة ضمن المنظومة الاقتصادية أو جعل التراث الثقافي موردا اقتصاديا مهما يدخل ضمن استراتيجية الدول في أو ضمن الدخل القومي للدول وأيضا تعزيز أيضا الدبلوماسية الثقافية كما قلت من خلال تعزيز دور التراث الثقافي تعزيز الترويج لوجهة الجزائر الثقافية وجهة الجزائر التراثية ونحن في عز السياحة الصحراوية والجزائر تعرف اليوم حظائرنا الثقافية على مستوى الجنوب تعرف رواجا سياحيا عالميا ولديها صمعة طيبة جدا على مستوى العالم وبالحديث عن انطلاق السياحة الصحراوية وموسم السياحة الصحراوية اليوم ألا ترون ربما تكثيف الحاملات التحسيسية لصالح خاصة ساكنة تلك المناطق في ربما حماية هذا الموروط الثقافي المهم جدا الذي تسخر به الكثير من المناطق خاصة الصحراوية وهو تحدي آخر ترفعه وزارة التقافة والفنون بإشراك المجتمع المدني من خلال حتى الجمعيات ايضا سيكون ان شاء الله ضمن برنامج خالفين وخمسة وعشرين أيضا ورشات تكوينية لفائدة مختلف شرائح أو جمعيات المجتمع المدني وتنظيمات المجتمع المدني تحت إشراف المرصد الوطني أو بشراكة مع المرصد الوطني المجتمع المدني في مجال تكوين الساكنة نحن نعمل في وزارة الثقافة من خلال مراكزنا سواء على مستوى المحلي في المركز الوطني للتراث المبني بالطين يعمل عمل مهم جدا على مستوى جنوبنا الكبير من خلال الورشات التكوينية لفائدة مختلف الجمعيات مختلف الفاعلين الناشطين على مستوى المحلي في مجال حماية تراثنا الثقافي أو تراثنا المعماري المتواجد على مستوى صحرقنا أيضا على مستوى المركز الوطني للمخطوطات فيقوم بدور مهم جدا بالتعاون مع الجمعيات المحلية بالتعاون مع الأسر وصلنا إلى التعاون حتى مع الأسر وتم مؤخرا تصنيف أو حتى رقمنت أكثر من ثمانهلاف مخطوط على مستوى ولاية عين صالح بالتعاون مع المركز الوطني والمركز الوطني للمخطوطات فدور المجتمع المدني أو الدور الذي توليه وزارة الثقافة والفنون وأخرا أيضا أصدرت السيدة وزارة الثقافة والفنون تعليمة لفتح المراكز الثقافية لفائدة هذه الجمعيات لفائدة للنشاط أيضا في المراكز الثقافية أو في دور الثقافة على المستوى الوطني يعني هناك إشراك مباشر للجمعيات لفعاليات المجتمع المدني لإشراكهم كشركاء لقطاع الثقافة والفنون في حماية تراثنا الثقافية حتى مجهودات قطاع الثقافة والفنون يظهروا جليا من خلال حتى تكثيف الدورات التكوينية لصالح هؤلاء الجمعيات لصالح أيضا ساكينة هذه المناطق سواء حماية التراث حماية المخطوط أيضا حماية أيضا العمارة أيضا نعم أكيد كما قلت الورشات الوطنية التي تقوم بها الحظائر على مستوى الجنوب الكبير هي ورشات لفائدة هؤلاء يعني لو نتكلم عن الحظيرة الثقافية للأهجار أو الحظيرة الثقافية للتسلي فهي تقوم دوريا بخراجات لفائدة حتى البدو الرحل لتحسيسهم بضرورة حماية هذا التراث للتبليغ أو ثقافة التبليغ تعزيز ثقافة التبليغ تعزيز ثقافة التبليغ عن اعتداءات عن الممتلكات الثقافية وبفضل أكيد حتى لا نحرم جاليتنا في الخارج فالجالية الجزائرية في الخارج لديها دور كبير جدا في حماية تراثنا الثقافي وفي تعزيز هذه الثقافة فبفضل جاليتنا الجزائرية في الخارج تمكننا من استرجاع عدد مهم جدا هذا هو السؤال الموالي من خلال تحديات عملية الحفظ وصون هذا التراث الثقافي المادي واللا مادي استرجاع الكثير من الممتلكات الثقافية المنهوبة أيضا بفضل تعزيز ثقافة التبليغ أيضا أكيد كما قلت كما قلت أن جاليتنا الجزائرية في الخارج عملت خلال السنة الماضية خاصة بعد تنصيب على مستوى وزارة الثقافة والفنون سيدة وزارة الثقافة والفنون نصبت خلية خاصة باليقظة وهذه الخلية مهمتها مراقبة كل المواقع الإلكترونية لموزادات العلنية على مستوى العالمي للتصدي أكيد لمحاولات الاستيلاء على متراثنا الثقافي وبفضل جاليتنا الجزائرية بالخارج تمكننا من وضع نصح التعبير بنكلي المعلومات حول كل المزادات الموجودة في العالم تبليغنا مباشرة يتم تبليغنا مباشرة بوجود ممتلك ثقافي لديها أو له أهمية تراثية أو أهمية تاريخية بالنسبة للجزائر فيتم تبليغنا مباشرة وعبر الإيميل أو عبر كل الوسائط ووسائط التواصل التي تضعها وزارة الثقافة والفنون تحت تصرف الجمهور فمن خلال هذه الوسائط يتم تبليغنا ويتم التدخل مباشرة لاسترجاع هذا الممتلك واستطعنا خلال السنة الماضية استرجاع 11 ممتلك ثقافي أهمها على الإطلاق أكيد وسيف الأمير عبدالقادر الذي وضع للبيع وتم استرجاعه وهو الآن ضمن المجموعة المتحفية الوطنية نتحدث أيضا عن أهمية التصنيفات العالمية في مجال حماية تراثنا المادي واللامادي أيضا التصنيف الدولي كما قلت يعتبر آلية أو اعتراف بملكية التراث الثقافي لدولة من الدول فهذا التصنيف الدولي للتراث الثقافي أو التصنيف العالمي للتراث الثقافي هو أيضا يعني يأتي في إطار جهود الدولة الجزائرية أيضا للترويج لهذا التراث الثقافي وحمايته وكسب اعتراف دولي لحقية الجزائر لهذا التراث فأيضا وأيضا كما قلت هو أيضا له سبغة اقتصادية للسياحة الثقافية أيضا للترويج لوجهة الجزائر الثقافية بصفة عامة إذن أهمية التصنيف وأيضا أهمية التراث تراثنا الجزائري الذي يعد تراث عالمي للإنسانية ويسجل ضمن قائمة التراث للإنسانية كما ذكرتم حتى أهمية التصنيف اليوم الذي يعود بالإجاب كما ذكرتم على التنبية المستدامة أيضا وأهمية التصنيف حتى وطنيا أيضا كذا من خلال خلق كل آلية التصنيف لهذا التراث المادي واللا مادي أيضا لو نتكلم على تصنيف تراثنا الثقافي على المستوى الوطني كما قلت وصلنا إلى تصنيف أكثر من ألف موقع ومعلم تاريخي وأيضا لو نتكلم على إحصاء هذا التراث الثقافي فالإحصاء في حد ذاته أو الدستور الجزائري في حد ذاته يحمي كل التراث الثقافي كل أنواع التراث الثقافي في مدته 76 أين ينص على أن ألقى الدولة تحمي التراث الثقافي سواء المنصنف أو غير المنصنف فالتصنيف هو آلية للحماية لو نتكلم أيضا على أن الجزائر بلد قارة فلدينا أكثر من 25 ألف موقع أثاري منتشر على عبر التراب الوطني لدينا أكثر أيضا لو نتكلم عن تاريخ الجزائر أنه هي البلد تقريبا الوحيد الذي يملك عشر عواصم تاريخية أكثر من 2.4 مليون سنوى واعتراف دولي أيضا للجزائر بأنها مهد للبشرية مهد للتاريخ الإنساني بعد اكتشاف عين بوشريت في ولاية سطيف هذا الاكتشاف الأثاري المهم والذي جعل من الجزائر مهدا للبشرية مهدا ثاني للبشرية بعد منطقة قورينا بأوثيوبيا يعني أهل الجزائر أصبحت اليوم من ناحية التراث الثقافي أو من ناحية أهمية التراث الثقافي مقصدا عالميا اعترافا دوليا لمكانة الجزائر من الناحية التراثية ومن قيم من قيمة التراث الثقافي للجزائر على مستوى الدولي نعم طيب أيضا نتحدث عن ربما المشاركة خاصة في المعارض الدولية حتى المحالية أيضا ندورها في الترويج لهذا التراث الثقافي سواء ثقافي يعني مادي أو لا مادي أيضا لو نتكلم على نشاطات الثقافية في مجال تراث الثقافي فالجزائر من دول قليلة جدا على مستوى العالمي التي تضع للتراث الثقافي شهرا كاملا يعني من 18 أفريل حتى 18 ماي وهو بين اليومين عالميين اليوم العالمي للأطار 18 أفريل واليوم العالمي للمتاعف 18 ماي بين هذين اليومين العالميين تحتفل الجزائر بشهر كامل أصطلح على تسميته شهر التراث الثقافي فكل المتاعف تفتح أو تبرمج بنشاطات ثقافية معارض دور الثقافة أيضا المديرية الثقافة على مستوى الوطني كل الجزائر تصبح ورشة العامل الماضي احتضن أكثر من مئتين نشاط يعني علمي في مجال في مجال المحاضرات في مجال الأيام الدراسية أكثر من مئتين يوم دراسي تم تنظيمه وأكثر من 367 معرض تم تنظيمه خلال شهر واحد خلال شهر التراث وأيضا يعني كل سنة أو على طول السنة تحتضن المتاحف أيضا برامج ثقافية على مستوى سواء كانت معارس سواء كانت ندوات سواء كانت أيضا أيام تاريخية أيام دراسية أقول وهذا على مدار السنة أيضا على مدار السنة نعم يعني وأيضا المتاحف هي في حد ذاتها معارض مفتوحة مفتوحة يعني يوميا لو تروح تشوف اليوم المتاحف على مستوى العاصمة فقط فهي يعني صراحة أصبحت مقصد مهم جدا للمواطن الجزائري وحتى للسياح الذين يقصدون الجزائر والتي أصبحت أيضا من العشر دول يعني عشر وجهات سياحية مفضلة للسياحة الثقافية في العالم صحيح أشكركم سيد عمار نوار على هذه الاستفادة أذكر مدير الحماية القانونية للمتلكات الثقافية شكرا جزيلا لكم أهلا وسهلا شكرا إذن مشاهدين فاصل ثم نعود شكرا شكرا إذن مشاهدين إلى صباح الرياضي وأنيس مزيان هنا لتقديم صباح نور صباح الخير للم يا صباح الخير بك وبالمشاهدين الكرام إذن اليوم هو حدث كوروي المباراة الأخيرة تصفية كاس إفريقيا إذن الجزائر الليبيريا في ملعب حسين أي تحمد وبيت زيوزو إذن هي فرصة بالنسبة للمنتخب الجزائري تعرف على الجمهور وحتى أيضا على الملعب إذن هي مباراة لتأكيد أنيس فعلا لم يا مباراة لتأكيد التأهل بعدما ضمان المنتخب الجزائري تأهله في المجموعة الخامسة بتصدر المجموعة بعد الثلاثة انتصارات وتعادل ثلاثة عشر نقطة للمنتخب الوطني الجزائري وضع بها قدما في نهائيات كأسمة من إفريقيا 2025 المباراة الأخيرة في إطار الجولة السادسة ستكون أمام المنتخب الليبيري أمسية اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء المباراة مثل ما أقلت لم يا مباراة للتأكيد مباراة استعراضية خاصة وأنها ستكون في واحد من أجمل ملاعب الجزائر ملعب المجاهد الراحل حسين أي تحمد بأكشاك مغلقة ستلعب هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء الزميل أحمد صويلح زار مدينة تيزيوزو ووقف عند أجواء وتحضيرات هذا الصرح الرياضي قبل هذه المباراة المنتظرة لنتابع بعد ملاعب المنتخب الوطني في مختلف ملاعب الجزائر الجديدة ها هو يحط الرحالة بمدينة تيزيوزو في ختام مواجهات التصفيات الإفريقية التي تجمعه بمنتخب ليبيريا مفخرة للجزائر ملعب كما هذا تم تشهيده في تيزيوزو واليوم الفريق الوطني سيكون ضيفا علينا وإن شاء الله ضيف خير وين يعني تطوير تطوير قلت قدم على الساحة الجزائرية شيء جميل أنه الدولة استثمرت كثيرا في بناء وتشهيد ملاعب كبيرة فهذا الأمر هذا يخلينا نتفائل خيرا بتطوير الكورة المباراة التي يعول عليها في جانبها الرياضي والتنظيمي تم وضع مخطط لإنجاحها باعتبارها حدثا كبيرا تعيشه المدينة لأول مرة تحذيرات المباراة هي تحذيرات بدأت منذ أسابيع الحمد لله لساعة لهذه الساعة كل الأمور درسناها وحضرناها بتنسيق مع كل السلطات المعنية على المستوى المحلي وكذا بالتنسيق أيضا مع الاتحاد الجزائري لكورة القدم تقنيا الملعب جاهز مئة بالمئة لهذه المباراة التاريخية عشاق الخضر عامة وساكنة تيزيوز خاصة ينتظر منهم إنجاح هذا العرس الكراوي كما جرت عليه العادة في جميع المواجهات والمباراة ستكون منقولة عبر القناة الأولى الأرضية لتلفزيون الجزائري في تمام الساعة الخامسة مساء يسبقها بلاطو تحليلي من ملعب المجاهد الراحل حسين أي تحمد المنتخب الوطني الجزائري أجرى آخر حصة تحضيرية بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى وهذا بعد العودة من غينيا الاستوائية بعد مباراة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا الفين وخمس وعشرين المباراة انتهت بالتعادل السلبي والناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش أعفى متوسط ميدان نادي تفانتي الهولندي رميز الروقي بسبب الإصابة وبسبب غيابه عن مباراة الجولة السادسة بسبب تراكم البطاقات الحصة التدريبية عرفت حضور جل ركائز المنتخب الوطني الجزائري والهدف هو التأكيد وتحقيق انتصار هنا في ملعب حسيني تحمد نبقى دائما في كرة القدم ومن أخبار المنتخب الوطني إلى أخبار البطولة المحترفة وآخر مستجدات الجولة التاسعة من البطولة المحترفة حيث لعبت أمس مباراة اتحاد الجزائر أمام شبيبة الصورة في ملعب الخامس جويل الأولمبي وعرفت تفوق الاتحاد بثنائية نظيفة متابع ملخص المباراة بتعليق محمد جمل بسرعة الاتحاد بن زازل بيسرع بالرأس أول أداف المباراة بالرأس بوخنشوش الحارس أمام الدفاع برأس من بوخنشوش صعبة الرأسية حاول الحارس بعد للاتحاد وحاول وضي فوق الجميع تدخلون متابعنا وشاهدين الكرام وابدي وقسم وماذا سيقرر حكم المباراة بعدما تمكن إلى ضرب الجزاء يقول حكم مشايريا كرام بالقسم إسماعيل وابدي بالقسم ويسجل في الزاوية الصعبة البعيدة يملح الأفضلية من جديد ويسجل هدف الثول من أولاك والانطلاق بسرعة يحاول من أولاك وضرب الجزاء يقول الحكم لمن الكلمة بوتيج وبنبوت يونكد مرمح ببراعة كبيرة وما زالت الخلط ورد طيبة لكن ضايع بنبوت قلت بأن بنبوت متخصص نبقى دائما مع مباريات الجولة التاسعة حيث تفوق نادي النجم مقرى داخل ميدانه على نادي ترجي مستغانم بهدف نظيف وقعه المهاجم ثايق عمران عند الدقيقة السادسة عشر من الشوط الأول ملخص المباراة بتعليق وديد غريبي وتنطلق المباراة بشهد الكرام على بركة الله تنطلق في هذه الأثناء والكرة لمصلحة فريق نجم مقرى مع زكريا كموخة لكن التقطية الدفاعية حضرة من بن عمر بعد الكرة وعلى ملعب الثامن عشر في ذريب العالية بولاية بسكرة عاد نادي جمعية لامبيشلف بفوز ثمين بعد تفوقه على نادي اتحاد بسكرة بثنائية مقابل هدف واحد التعليق لوالد فرحاني لمحظة فقط مرون خطير وسليم فرصة كبيرة أهلونك ركلة جزاء نعم 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 ركلة جزاء لم يفكر طويلا حكم المباراة أنس عزرين ليعلن عن ركلة جزاء لمصلحة بلعيد حميدي ولمصلحة أصحاب الضيافة ارتفعت الحناجر فقلنا ماذا هناك حميدي بالعيد جول 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 كرة لعناصر لولمبيشلف داخل منطقة الجزاء ماذا هناك ركلة جزاء ركلة جزاء لولمبيشلف كم هي مجنون المباراة من تحصل عليها العرب عماد يريد أن ينهي الشوط الأول بالتعادل لتفاعل للي لا 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 والف لا يقول ما لا لا اين هو الجواب يا فرحاني ليس هنالك الجواب بل هنالك تصد ierung رايا هو الثاني على التوالي لحارس يتعلق ويبدع لحارس يمتع مرة أخرى خطيرة 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 جول 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 وهو يفرح بعودة فريقه في مباراة رائعة مار روعك يا بنشوية كيف ركزت وحطيت الكرة بالشكل اللازم لم تمشي الكرة في الأولى مشيت بالشكل الرائع في الثانية هذه كانت صعبة عليك يا ملالا هذه كانت صعبة في الأمامية لبوخنة خطأ فاتح وضرقة سريعة وفرصة وإمكانية بوخنة 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 فعلوها 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 جول 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 آمنة بالفوز الثاني توانيا يا أسام ملالا أنت الذي قدمت مباراة رائعة ولعبت مباراة كبيرة كان الخطأ هنا من الأخطار نادي ملودية الجزائر هو الآخر كان أبرز المستفيدين من هذه الجولة التاسعة بعد عودته من ولاية البيض بثلاث نقاط عقب فوزه على الملودية المحلية بهدف المهاجم الدولي آندي ديلور ملخص المباراة بتعليق وليد غريبية لنما المنهزم نحن تعقد أموره وسعى وتسديدة قوية من المنهزية من دليل حسن خجة وتفيق مساوي في المكان المناسب ببراعي خرج قراء للرقمية قاتل من خلال دين عمران تسدي بوشوشة 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 تسديدة من بوشوشة تمر بضع مليمترات عن مرمى الحارس تفيق مساوي من هناك ناحية حليمية توزيع من حليمية ورأسية أندي ديلور أو صفيان بيزيد تمر بضع مليمترات عن مرمى الحارس صالحي لأيوب غزالة على الجهة اليمنى ريدا حليمية على الجهة اليسرى حمزة موالي لكن بعدها تسديدة رأسية والهدف الأول الهدف الأول لبسط حد فريق بولود ليتنزائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مشاهدين الكرام نختم بهذا الخبر حيث توفي أمس اللاعب الدولي السابق مهاجم المنتخب الوطني عبد الحميد مراكشي عن عمر نهز 48 عاما حسب ما أفد به بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعزين لأسرة كرة القدم الجزائرية وكذا عائلة الفقيد إن لله وإن إليه راجعون بهذا نختم الفقرة الرياضية وعودة إلى كلمية شكرا جزيلا لك زميل أليس مزياري ذا للمشاهدين بالصباح الرياضي ننهي هذا الموعد الإخباري متابعة طيبة لبقية برامجنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة